بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالتالي هو مواطن مصري أخطأ فالشرطة عملت اللي عليها وخدته أو معرفش يعني إيه اللي حصل في هذا الأمر فجئت أنا صحيحة الصبح النهاردة لقيت كل جمهوري أو معظم جمهوري نادي الآله بيكلمني ويقول لي يا كابتن إسلام وإحنا عملنا بلاغ في فلان بلاغ إيه يا جماعة وفلان مين وإزاي وليه وعشان إيه وليه بيحصل كده فيش الكلام ده إطلاقا إطلاقا ما بيحصلش وكابت الخطيب أو النادي الأهلي حيسيب فريق الكورة وحيسيب الناس اللي عنده وحيسيب 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 كل المشاكل اللي عنده وبعدين إحنا عندنا رئيس مجلس إدارة رجل محترم وزي ما حضراتكم شفته طلع يتكلم ساعة وقال ميسجز أو قال رسائل لكل الناس اللي عايز يقول لهم الرسائل اللي هو أو بيوجه لهم هذه الرسائل وقال كل هذه الرسائل ولم يخطئ في حد فده طبيعة شخص دي مش حاجة احنا بنقولها على الكابت الخطيب ولا لا هي طبيعته كده كابت الخطيب طبيعته كده رجل محترم وكمان إنه هو يبقى رئيس النادي الأهلي فبالتالي المنصب أو وجودك كرئيس للنادي الأهلي يحتم عليك حاجات كتيرة جدا فما بالك أنت محمود الخطيب وفي نفس الوقت أنت رئيس أعظم وأكبر النادي في الكون عندنا كأهلوية يعني عشان ما حدش يقول لك مش عارف إيه ففجأة يا جماعة ده اللي بيحصل ده اسمه تدليس واسمه كذب حضراتكم أو هناك بعض من لا يشجع النادي الأهلي على السوشال ميديا بيطلعوا يقولوا أي كلام فأي كلام وهناك البعض بيمشي وراء هذا الأمر على الرغم من هذا الأمر غير صحيح ده غير صحيح يعني جملة وتفصيلا يعني ما ينفعش حتى نتكلم فيه عيب اللي بيحصل ده عيب بتتكلمه عن النادي كبير النادي الأهلي بتتكلم عن اسم كبير محمود الخطيب هذه أسطورة كبيرة جدا بعيدا عن رئاسته لنادي الأهلي أسطورة كبيرة جدا في عالم كرة القدم في مصر وفي أفريقيا وفي كل حتة ومش أنا اللي هتكلم عن كابتن محمود ولكن اللي بيحصل ده الموضوع فائل وصف بجد والله الموضوع أصبح موضوع يعني الواحد عايز يعني يتحسس في ألفاظه وهو بيتكلم فجأة تلاقي السوشال ميديا كلها كاتبة أصلو نادي الأهلي قدم بلاك في فلان الفلاني هل ده يا صح؟ هل ده يا صح؟ هل الكلام ده على الرغم منه هو حق من الحقوق ولكن صدقوني كابتن محمود مش يعني مش هو ده ما بيعملش كده نادي الأهلي ما بيعملش كده كلام اللي حضراتكو سمعينه على السوشال ميديا ده من الصبح لغاية دلوقتي أنا ناس كتيرة جدا بتكلمني على التليفون كل شوي يا كابتن إسلام يا جابت يا عم ولا ما فيش حاجة من الكلام ده ما فيش حاجة اسمه كده لكن هذه هي الحقيقة الحقيقة أنا الحقيقة ما عنديش معلومة يعني بهذا الأمر يعني أنا ما سألتش ولا ما عنديش معلومة ولا حاجة لكن اللي أنا بتكلم فيه ده يعني توقع واضح جدا لشخصية رجل محترم اسمه كابتن محمود الخطيب وشخصية النادي الأهلي فالحقيقة مش كل حاجة بتحصل في أي حتة لمجرد أن أنت عندك مشاكل مع اسم النادي الأهلي أن أنت تخلي النادي الأهلي في هذه المشكلة أو تدخل النادي الأهلي في هذه المشكلة عشان يعني تدخل اسم النادي الأهلي وخلاص وتسخن الناس على النادي الأهلي الموضوع أبسط من كده بكتير جدا احنا بنلعب كرة وبنتكلم في الكرة ممكن يبقى فيه بعض اسمها ايه بعض المناوشات اللطيفة اللي بتحصل فيش مشكلة أنا أطلع يقول كلمتين وده يطلع يقول كلمتين الحاجات الحلوة اللطيفة دي لكن في النهاية دي اسمها كرة قدم اسمها رياضة صناعة للترفيه حتى لما بقت صناعة أصبحت حاجة الناس بتتبسط بيها أنا عارف أن كرة القدم أو الأهلوية تحديدا أنا مليش دعوا بحد تاني لكن الأهلوية تحديدا كرة القدم بتؤثر في كل حاجة في حياتهم وأنا ده بشوف وأنا عن نفسي وغير كتير من الأهلوية عارفيني هذا الكلام كفايز جدا ولكن في النهاية هي كرة قدم كلنا نقف وراء ندينا نبقى في ظهر ندينا علشان في النهاية اللي بيحصل ده أو اللي كان بيحصل من الصبح لغاية من شوية على هذا الأمر تحديدا أو لغاية ده حتى الشخص ده نفسه المواطن المصري ده نفسه طلعوا تكلموا يعني وقالوا اللي حصل فحاجات غريبة جدا بتحصل والناس بس بتطلع على سوشال ميديا تحديدا بتطلع تتكلم أي كلام ودول بعض من لا يشجع الناد الأهلي عشان ما حدش يقولك أنت بتتكلم على جمهور الناد الأهلي لا أنا بتتكلم عن بعض من لا يشجع الناد الأهلي اللي لقناها الصبح بقول لحضراتكم صحيحة من النوم لقيت الكلام ده إيه موجود ومنتشر جدا على سوشال ميديا ولقيت تليفون ما بيبطلش رن من الصبح على هذا الأمر والناس بتسأل على هذا الأمر فالحقيقة يجب أن احنا نتخطى هذه الأمور خلينا نركز في فرقتنا خلينا نشوف إيه اللي هيحصل بكرة إن شاء الله نرجع بقى مرة أخرى بكرة إن شاء الله هنبتدي منافسات الجولة الـ 31 في الدوري الممتاز النادي الأهلي عنده مباراة قوية أمام أسترن كامبني هتقول لي يا عم أسترن كامبني أيوة أسترن كامبني مباراة قوية جدا لأنه أسترن كامبني عايز يكسب النادي الأهلي عشان لو كسب النادي الأهلي ممكن بشكل كبير جدا يعود في الدوري الممتاز وهو دلوقتي بيحاول إن هو يهرب من شبح الهبوط الأهلي كالعادة بيتعامل مع كل مطش بمطش وزي ما حضراتكم عارفين عندنا مرحلة بنلعب فيها بمجموعة لعبين جدد مش هقول ناشئين ولكن هما مجموعة لعبين جدد موجودين في النادي الأهلي وتحت أمر النادي الأهلي العائدين من الإصابة اللي بقى لهم فترات طويلة ما لعبوش في المباريات وبالتالي مباراة بكرة فرصة قوية جدا لتحضير هؤلاء اللاعبين نشوف مين اللاعبة اللي تقدر تكمل الفترة القادمة مع النادي الأهلي مين اللاعبة اللي ممكن يتم أعارضها ده كله حيبان من خلال المباريات اللي النادي الأهلي بيلعبها خلال هذه الفترة لأنه النادي الأهلي الحقيقة وده كان وجهة نظري إن اللي حصل خلال الإسبوعين اللي فاتوا دول وقع راحت اللاعبين الدوليين واللعبين اللي بقالهم فترة طويلة بيلعبوا مباريات أعتقد أن دي أهم صفقة أهم صفقة هيعملها النادي الأهلي إن شاء الله في بداية الموسم اللي جاي ليه؟ لأنه أنت لما تريح الشناوي وتريح أفشة وتريح شريف وتريح بقية اللاعبين اللي موجودين طاهر وحسين وكل الناس اللي مريحها لما تريح اللاعبة دي صدقوني هيرجعوا أحسن من الأول بنسبة كبيرة لأن إحنا آخر شهرين شفناهم مش قادرين مش قادرين يشيلوا رجلهم في الملعب مش قادرين يجروا مش قادرين يعني أفشة ما كانش بيعمل through process اللي بيعملها طول عمره أو في حياته كلها قبل الشهرين اللي فاتوا ليه؟ لأنه مش قادر دماغه ذهنيا تحس أنه هو تعبان ذهنيا وبالتالي تعبان بدنيا فاللي بقول لحضراتك إن أهم صفقة عملها النادي الأهلي والحقيقة كان قرار حاكيم جدا في هذا التوقيت بالذات ومش مهم عندنا ماتشات كاس حنلعب على مجموعة اللاعبين اللي عندنا في النادي الأهلي حنلعب به وهم دول اللاعبة اللي موجودة في النادي الأهلي وأي حد أي حد بيلبس تشيرت النادي الأهلي أعتقد إنه هو بيبقى كف كفاية إنه هو يلعب هذه المباريات وبالتالي الموضوع ما مش في قدين حد الموضوع في قدين هؤلاء اللاعبين حضراتكم عندنا جيل جيد من اللاعبين اللي طلعين من فرق الناشئين ممكن جدا جدا يبقى ليهم دور معنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية وممكن لأ محدش عارف إيه اللي ممكن يحصل حتمدي على أوراق اعتمادك في عدد ماتشات أعتقد إنه هو مناسب جدا جدا لإنه أنت تشوف لعب وبالتالي اللي جاي إن شاء الله أفضل بكتير صوارش أعلن قائمة المباراة وحنشوفها حواريها لحضراتكم حالا علي لطفي مصطفى شبير حمز علاء محمود متولي رامي ربيعة حسام حسن صلاح محسن محمد محمود محمد عبد المنعم كريم فؤاد لويس ميكي سوني ومحمد هني وإحمد سيد غريب ورقفة خليل وإحمد عبدالقادر ومحمد خليفة نصير وإحمد سيد عبدالنبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق وميدو نبيل زي ما حضراتكم شايفين القائمة فيها أسماء جديدة القائمة فيها أسماء جديدة رقفة خليل لعب منتخب الشباب بعد عودته الحقيقة من الهزيمة في المباراة النهائية أمام السعودية والفوز بتاني كأس العرب عودة رقفة خليل إن شاء الله يكون جيد مع الفريق ويكون له دور مع الفريق خلال الفترة اللي جاية أحمد عبدالقادر وعودة بعد إصابة خروج ديانج الحقيقة للراحة ودي برضو من أهم المميزات اللي نقدر نشوفها خلال هذه الفترة لأنه المرحلة دي هي دي المرحلة الأسماء اللي حضراتكم تسمعوها دي هي دي المرحلة القادمة داخل النادي الأهلي أو الأسبوع العشر تيام اللي فاتوا والأسبوع والعشر تيام اللي جاية إن شاء الله إن شاء الله يعني مباراة إسترن أعتقد إن شاء الله أنها تكون بداية أو بداية جيدة لكثير من اللاعبين خلال الأيام القادمة والمباراة القادمة مباراة إسترن هيلعب إزاي وجهت نظرين أنه هيلعب بشكل هيقفل كابتن عبدالعيل معروف اسلوبه مدرب كبير وقدير بيحاول هيلعب على الهجمات المرتدة وعنده مجموعة لعبين النهاردة بالمناسبة في الفقرة الأولى هيكون معايا كابتن عادل طعيمة وكابتن ماهر همام والفقرة التانية سابت وكريم سعيد نتكلم معاهم فنيا كابتن عادل طبعا وكابتن ماهر والفقرة التانية كريم وأحمد سابت هنتكلم معاهم أيضا من على الشاشة والهجمات اللي بيعملها إزاي فريق إسترن كامبني وبالتالي بكرة حيكون في حلول مهارية وجهة نظري مهارات فردية من اللاعب تندي الأهلي اللي أنت بتلاعب فريق بيلعب في نص ملعبه أكتر وعنده ثقة خلي بالحضراتكم الإسترن المصري أعتقد على تعادل فيه مباراة كان بيقولوا فيها 2-0 ويرجع 2-2 وبالتالي فريق جيد وما بيفقدش الحقيقة تركيزه خلال المباراة وبمناسبة سوارش وأنا بتكلم مع حضراتكم الحقيقة أنا باستغرب جدا جدا بشوف هجوم غريب جدا وهجوم شايفه مش مبرر ليه لأنه مجموعة اللاعبين اللي أنا اتكلمت مع حضراتكم عنهم اللي موجودين دلوقتي مش هي دي المجموعة أو فيهم ممكن جدا يبقى عدد منهم موجود مع النادي الأهلي خلال الموسم اللي جاي وبالتالي المجموعة اللي موجودة النهاردة دي مش هي اللي بت بتلبي فكر المدرب من وجهة نظر كثير من الناس على فكرة أنا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحة يعني إيه يعني المجموعة دي هو شايف المجموعة دي وبالتالي بياخد أفضل حاجة من المجموعة دي أفضل حاجة من المجموعة دي من وجهة نظره إنه هو يلعب بالشكل اللي حضراتكم شايفينه اللي هو أقفل في نص ملعبي والعب بقى بشكل أو بآخر على هجمات من ناحية المينو هجمات من ناحية الشمال ده الشكل اللي بيلعب بي ولكن هل هي دي طريقة ريكاردو سوارش لا الحقيقة أنا فترة اللي فاتت قعدت كتير اتفرج له على مباريات في فريقه السابق جيل بيستي لكن لقيت إنه هو رجل بيعتمد على الهجوم بشكل كبير جدا جدا والغاية دلوقتي الحقيقة إحنا ما شفناش هذا الأمر ليه من وجهة نظري إنه هو اللعيبة لسه بتتطبع على سوارش وسوارش بيتطبع على اللاعبين يعني هو عارف كويس جدا إنه في مجموعة من اللاعبين اللي موجودين دول هيكملوا معاه السنة اللي جاية وفي مجموعة سيتم أعرضها ومجموعة أخرى هتنزل للناشئين ومجموعة أخرى هتلعب معاه في الدوري للسنة الجاية وفي بقية البطولات وبالتالي هو بيحاول إنه هو يعدي الأسبوع العشر تيام اللي جايين دول في مباريات الدوري ومباريات الكاس علشان نقدر إن شاء الله إن شاء الله السنة اللي جاية تبقى بداية جيدة فيها لكن المنطق فين في اللي أنا بقوله أو في اللي الناس بتقوله من خلال انتقادات غريبة جدا من حقك طبعا كل واحد من حقه أنا يعني ما بحجرش على رأي حد ولكن من حقك إن أنت تنتقد أداء مدرب ولكن ادي له التولز أو ادي له الأدوات اللي تخليه أو اللي تخليك وانت قاعد بتتفرج تقدر تقول ده مدرب جيد أو مدرب مش جيد الموضوع بسيط جدا يعني هو فين علي معلول هو فين أفش هو فين عبدالقادر لسه نازل فين شريف فين الشناوي فين حسين فين طهر فين ديانج فين عمر السلية فين حمدي فتحي نعد مع بعض ده 11 لعب تقريبا 11 لعب تقريبا أو 10 لعبين وأكرم توفيق ده لسه لما يرجع أكرم توفيق وعمار حمدي لما يرجع يعني لما تقعد تعد هتلاقي عدد كبير من اللاعبين مش موجودين مع هذا الرجل فأنا أرجل منطقية في النقد حتى ما عنديش مشكلة اللي عايز ينقد ينقد ولكن أرجل المنطق في النقد يعني هل لما يلعب عمر السلية وديانجف وهو كويس وحمدي فتحه وهو كويس وقفشه وهو كويس والشناوي وهو كويس وشريف وحسين وطهر وبقية اللاعبين اللي موجودين وعمار يرجع وبقية اللاعبين ترجع ويبقى كله كويس هل هيبقى الحكم على سوارش ساعتها أفضل ولا دلوقتي أعتقد أن ساعتها الحكم هيبقى أفضل ساعتها أقدر أقول لا سوارش غلطان أنه هو ما لعبش فلان أو لعب فلان هيبقى عندك القماشة كبيرة جدا كمدير فني أن أنت تختار من اللي أنت عايزه أو تلعب اللي أنت عايزه سواء بقى كيمين بقى بكشمال النهاردة شوية لقى مودي هاني بكشمال وبعدين يجيب كريم فوقات بكشمال الراجل بيشوف فرصة والله العظيم تلاتة دي أحسن وأفضل قرار تم اتخاذه من ناحية الفنية يعني الفترة اللي فاتت أنه هو راحت اللاعبين وأن الراجل ده يشوف سوارش يشوف اللاعبين قدامه في مباريات رسمية بهذا الشكل عشان لما يجي يقول آخر السنة أنا عايز إسلام أو مش عايز إسلام دي ساعتها محدش هيقدر يتكلم لأنه الموضوع هيبقى واضح حتى للجمهور والشغل التكتيكي ده بعيدا بقى عن أن ما فيش وقته وأن الدنيا قفلة وما فيش وقت فعلا أن أنت بتلعب تقريبا كل يومين أو ثلاث يوم مباراة لكن الشغل التكتيكي ده عشان تقدر تقول المدرب ده بيعمل شغل تكتيكي جيد لازم يبقى عندك على الأقل أسبوع على الأقل بلعب يوم السبت النهاردة بلعب يوم الثلاث النهاردة يبقى الثلاث اللي جاي عندي مباراة مثلا يعني فخلال الأسبوع ده بيبقى إيه بيبقى عندي يوم راحة تاني يوم بيبقى عندي شوية بدني تالت يوم بيبقى حاجات في الكرة رابع يوم التاكتك بقى والشغل اللي حيعمله اللي بيعود عليه ده اللي احنا كنا نعرفه زمان يعني واعتقد ان دي كرة القدم بهذا الشكل ان انت تلعب كل اسبوع مباراة افضل حاج خصوصا ان انت ولا عندك فترة اعداد ولا عندك وقت ان انت تريح فيه هؤلاء اللعبين وبالتالي انا شخصيا مش هقدر اضغط على الرجل وافهم الرجل ده اللي انا فهمه ان احنا عندنا مدير فني عايد يعمل شيء جديد وعايد يعمل بطولات كثيرة جدا مع النادي الاهلي خلال فترة اللي جاي زيه زي مانويل جوزيه قبل ما يجي ZEEU زيه زي موسيماني قبل ما يجي زيه زي فيلر قبل ما يجي زيه زي عدد كبير من المديرين الفنيين اللي كانوا موجودين فهده مدير الفني للنادي الاهلي فانا هدعمه وده طبيعي ان انا هدعمه انتقد اه ال LA عايز ينتقد ينتقد على فكرة ولكن زي ما بقول لحضراتكو كده اللي بينتقد ينتقد بموضوعية وبمنطق أنا دوري أن أقول لحضرتك أن أنت عندك 15-16 لعب مش موجودين لو 15-16 لعب دول موجودين وأداء النادي الأقلي بهذا الشكل كنت أقول لحضرتك أوكي تمام عندك حق في اللي أنت بتقوله ده كله على الرغم من أن أنا مش مقتنع بالكلام ده لأنه أنت بتلعب كل يومين 3 ماتش فالراجل مش قادر الراجل يجي يقول لهاني مثلا الباكي يمين يقول له خش الجوه وين تاني يطلع من وراء الجناح اللي قدامه يطلع من وراء أو عشان ده يخش من بره ويطلع حاجات تكتكية جوه الملعب إمتى هيعمل كده؟ إمتى؟ لكن أنا تخيل حضرتك أنا لعبت الحد اللي فات وهلعب بكرة اللي أربع وحرجع علعب يوم الحد اللي جاي وحرجع علعب بعدها بيومين فالحقيقة أنا الحقيقة لما أي حد عايز ينتقد أنتقد ما عنديش مشكلة للمرة المليونة هو بقول نفس الكلام أنتقد ولكن قول جنب الانتقاد أن الراجل ده ينقصه 15-16 لعب وأن 15-16 لعب دول ممكن يفرقوا معاه جدا 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 وكابت الخطيب نفسه رئيس النادي الأهلي قال أو أكد يعني أن ما فيش حساب للمدرب على نتائج الفترة الحالية لأنه هو قرر أنه يريح اللاعبين الكبار بعد المجهود الكبير اللي عملوه زي ما بيقول لحضرتك وتكون فرصة بقى للمجموعة من النشئين والعائدين من الإصابة أنهم يبقوا قدامهم 10-15 ماتش أقدر أشوفك بعين جيدة فبالتالي أي هجوم وجهة نظري على سوارج هو نفس الهجوم تخيل حضرتك تخيل أن المسيماني في يوم من الأيام كان كسبان الزمالك 5-3 ومسيماني بيتقطع عشان كسب 5-3 وفريرة كان بيتقال عليه أو ساعتها اسمه كارتيرون كان بيتقال عليه أنه هو مدرب هايل علشان قدر يرجع في الماتش ويجيب 3 أهداء اللي هو دغلب فيه 5 والله العظيم 3 كان بيحصل والله العظيم 3 كان بيحصل هذا الكلام فمش عايزين نكون أو نسمع نفس الكلام أو نفس الصيغة مرة تانية زي هقول كل شوية هذا الكلام انتقد وعمل اللي أنت عايزه ولكن قول أن الرجل ده نقصه أو النهد الأهلي نقصه 14-15 لعب لكن هنرجع تاني نفس الشكل أنا كسبان 5 يقول لك أسلو رجع من تحت وجاب 3 أجوان طيب وراجلي اللي جاب 5 ده إيه ما نقول لش هايل لا نقول عليه أنه هو وحش ونقول عليه أنه هو كذا وأنه هو كذا وأنه هو بيدي أجازات طويلة وأنه هو بيعمل مش عارف إيه وأنه هو إيه وأنه هو إيه وأنه هو إيه ونقول عليه اللي تغلب 5 إنه هو رجل هايل وكان أعصابه جاء كويسة وبيرجع في المطش والله فيه أنا سمعت أحد للسوداء التحليلية بيقول هذا الكلام الأعصاب والوقفة والمتاع وانت كسبان 5 أكيد طبعا كل الأهلوية فاهمين الهجوم ده ليه وفاهمين واعيين طبعا ومش بيشكلوا ضغط على ناديهم لأنهم طول الوقت بيبقوا في ظهر النادي بالدعم والمساندة إن شاء الله إن شاء الله نتخطى هذه المرحلة ونصل لمستوى أعلى في الكرة الحلوة اللي النادي الأهلي بيلعبها دايما في البطولات في عودة البطولات إن شاء الله خلال الفترة اللي جاي خلويني أقول لحضراتكم ماتشاة بكرة اللي معانا حوالي لحضراتكم بجدول على الشاشة الجولة الواحد وثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز يوم الأربع إن شاء الله بكرة إن بيو طلع الجيش في تمام الساعة السادسة والنصف مساء في استاد بيترو سبورت استرن كامبني والأهلي الساعة تسعة مساء في استاد المقاولين العرب ثم يوم الخميس إن شاء الله مباراة المصري والإسماعيلي ساعة ستة ونصة على استاد برج العرب الجونة وغزل المحلة دي مباراة صعبة جدا الساعة ستة ونصف على استاد خالد بشارة فيتشر واسي راميكا الساعة تسعة مساء على استاد الأهلي والسلام أما مباراة يوم الجمعة في الجولة الواحد وثلاثين المقاولين برضو مباراة صعبة جدا ومهمة جدا الساعة ستة ونصف على استاد الكليا الحربية فاركو الزمالك الساعة ستة ونصف على استاد الإسكندرية بيرامدز واسموحة الساعة تسعة مساء على استاد الدفاع الجوي أما مباراة يوم السابت الاتحاد السكنداري والبنك الأهلي ساعة ستة ونص مساء على استاد الأسكندرية دي المباراة اللي هتلعب خلال الأربع والخميس والجمعة والسابت وزي ما قلت لحضراتكم مباراة مهمة جدا جدا الجونة والمحلة مباراة صعبة ومهمة المقاولين والمقصة مباراة مهمة وصعبة أيضا الاتحاد السكنداري والبنك الأهلي مباراة صعبة ومهمة خليني بقى أروح لآخر حاجة بعض الكواليس في قصة كلاتنبرج واللي هو عايز يطبقه في مصر للحد من الأخطاء التحكمية الفادحة اللي بتحصل خلال الفترة اللي فاتت اللي فيه 16 نادي على الأقل متفقين عليها كلاتنبرج بدأ يعمل بدأ ينسق مع اتحاد كرة القدم ايه بقى ودي حاجة احنا قلناها بلكده عملية إذاعة كواليس ما يدور داخل غربة الفار خصوصا في الحالات الجدلية وأنه هو يشرحها بنفسه بس خد بال حضرتك ده حيحصل إمتى أعتقد أن ده من المحتمل أن يتم تجربته في الجولة الأخيرة من الدوري هذا الموسم أو من بداية الموسم الجديد لأن هناك بعض التجهيزات في التصوير وفي الـ IT الـ IT ده اللي هو مسؤول التكنولوجيا عن إذاعة هذا الأمر موضوع الفار إزاي يطلع الصوت والصورة والتصوير حيبقى إزاي في غرفة الفار مش سايب حاجة لحد هو ده الكلام اللي بيقوله ومقسم الشاشة الأربع عجزاء لكن هو بلغ الحكام كلها أنه هيعمل كده وأن دي كانت تجربته في اليونان في البداية وجهت بعض الصعوبات وبعض المشاكل الفنية والتقنية زي اللي بيحصل هنا وحلها وأزاع حالات بكواليس حوارات غرفة الفار مع حكام الساحة أعتقد أن ده هيبقى شيء جيد جيد كمان كلاتنبرج كان مندهش جدا من بعض الحالات اللي أخدت أكتر من ست دقايق مراجعة في الفار الحمد لله والشكر لله مش إسلام اللي بيقول هذا الكلام ولا جمهور الأهل اللي بيقول هذا الكلام ده الراجل مش مقتنع أن أنا الحالة قدامي هي وشايفها واطلع مش عارف أشوفها قعد ست سبع دقايق أشوفها يعني مش ممكن والله الواحد يعني كان بيقولها كده لكن هو الراجل نفسه قال هذا الكلام قال لازم أن القرار يكون في خلال مش لازم 30 ثانية طبعا هو قال كده لكن القرار لو من 30 ثانية لدقيقة أعتقد يبقى جيد جدا أتمنى أن كل اللي بيتقال ده يحصل لأن كل اللي بيتقال ده لو حصل أعتقد ده هيبقى علامة كبيرة جدا جدا لما سيحدث خلال الفترة القادمة من تقدم للتحكيم في مصر مهما كانت المعوقات ومهما كانت المقاومة من بعض رؤساء لجان التحكيم السابقين اللي من حقهم كل واحد من حقه على فكرة يعني أنا ما عنديش مشكلة أن كل واحد يطلع وبيحاول أنه هو دايما يحافظ على من وجهة نظره أنه التحكيم في مصر من وجهة نظر كل واحد لكن عايزين نشوف تجربة جديدة عايزين نشوف عدد كبير من الحكام المصريين بيحكموا نهاية أفريقيا وبيحكموا في كأس العالم وبيحكموا في كأس العالم للأندية ما شفناش الحاجات دي بقى أنا كتير قوي قوي فنفسنا نشوف الحاجات دي قريب إن شاء الله وده يكون إن شاء الله من خلال كلاتنبرج على فكرة كلاتنبرج لو لم ينجح هنبقى أول ناس هنقول هذا الكلام مش معنى الكلام اللي أنا بيقوله ده إن أنا لا لو لم ينجح حفظا أقول إن هو لم ينجح لكن هي تجربة ولو أحد عايز يدعمها علشان نشوف شكل جديد للحكام مش أنا يضيع مني الدوري السنة اللي فاتت وغالبا الدوري السنة دي والسنة دي لغاية دلوقتي يضيع مني 14 نقطة ورّتها لحضراتكم صوت وصورة 14 نقطة ضيعين من النادي الأهلي بسبب التحكيب في مصر فأنا تمنى أن يكون هناك تغيير خلالنا نروح للأخبار عندنا النهاردة الأهلي بيختتم تدريباته استعدادا لمواجهة أسترن كامبني بالدوري الممتاز وكاف بيشيد بأهداف محمد شريف في دوري أبطال إفريقيا محمد شريف الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم من إن شاء الله يرجع ويكون من الصفقات الجديدة هتقول لي إيه عم اللي بتقوله ده أيوة اللي بيريح ويرجع إن شاء الله بيرجع أفضل من الأول بكتير فمحمد شريف إن شاء الله يرجع ويكون أفضل من الأول بكتير اتحاد كرة القدم يتراجع عن تعيين مدير فني أجنبي للجبلية كان هناك اتجاه في اتحاد كرة القدم أن يتم تعيين مدير فني أجنبي للاتحاد ولكن الآن بيتم التفاوض مع ثلاث أسماء من المصريين هقول لكم عليه ومن شاء الله خلال الفترة القادمة برضو فيتوريا بيضع شرطة لضم مدرب مصري في الجهاز المعاون المنتخب برضو حاجة غريبة إزاي جهاز منتخب مصر وما يبقاش فيه وجهة نظر إن يكون هناك مدرب مصري هو قال لك لا لو حتجيبه مدرب مصري هاته مدرب مصري يتغير في السن عشان يتعلم ويبقى موجود في التمرين بس يعني يبقى موجود في التمرين بس يعني الماضيشات مش هيبقى موجود حتى لو واحد صغير في السن هل ممكن يقبل بهذا الكلام معرفش ممكن أنا ما عنديش فكرة في عدد من الأسماء بالفعل تم طرحها على روي فيتوريا وفي النهاية هو سيختار من يريده معسكر المنتخب الأولمبي إن شاء الله سيكون بداية سبتمبر المقبل وفيتوريا يفاضل بين 17 وجها جديدا لمعسكر سبتمبر من الواضح إن هناك أسماء كثيرة جدا بيشتغل عليها حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك الحقيقة اللي بيقدم مباريات جيدة على الرغم من صغر سنه سيد نمار نفس الكلام الحقيقة برضو لاعب جيد محمد رضا بوبو محمود مرعي محمد فاروق دولمون فيوتشر والثلاث لعبين دول بالمناسبة لعبها جيدين جدا مصطفى الزناري وعمر السيسي من طلاع الجيش وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي من الإسماعيلي وشادي حسين من سيراميكا شادي حسين أنا آسف من سيراميكا وأسامة جلال وابراهيم معادل من بيرامدز وعبد الرحمن رجدان وعمر فايز ويوسف حسن وأحمد نادر حواش وصلاح باشا من منتخب الشباب نتمنى يا رب ان شاء الله أن يكون كل هذه الأسماء موجودة مع منتخبنا خلال الفترة القادمة وأن فيتوريا استطيع أن يختار الأصلح لمنتخب مصر طيب خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نستقبل أولى الفقرات النجم الكبير الكابتن عادل طعيمة والنجم الكبير الكابتن ماهر همام في ضيافة البيت الكبير ولكن بعد هذا الفصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرأة أخرى عزيزية المشاهدين خلونا رحب نجمنا الكبار في هذه الفقرة نجم الكبير كابتن عادل طعيمة كابتن عادل كابتن إسلام كابتن ماره همام كابتن ماره همام شفت لك صورة من كم يوم كده زي ما أنت يا كابتن ماره همام ما تغيرتش كتير يعني أنت كان عنده ساعتها يا كابتن والله تقريبا كان حاجة وعشرين يعني 22 23 عادت تفرجت على كم صورة كده كانوا حلوين أو كان في صورة يا إسلام ضد منتخب نيجيريا الفرنسفوتبول طلعتها أحسن صورة في الشهر رسم حربة جايين لحد هنا وفاروج عفر جايين لحد هنا وأنا راكبت ثلاثة في الهواء هنا ينفتحها وأخبالك وشعر كنيش كده ولاعب الكورة لا يعني أخبار اليوم جابتها على الصفحة الأولى الصورة دي خدت في الفرنسفوتبول أحسن صورة في الشهر بالنسبة لأفريكا فيعني في حاجات كده بتبقى جميلة نعم كابتن يعني أنا شغل حلو كالنفسي عندي لا أنا شفت لكابتن مهار كام صورة يا كابتن عادل من كام يوم يعني على السوشال ميديا يعني ما زي السوشال ميديا ما لها مساوئ لها أيضا إيجابيات كثيرة يعني شفت بعض الصور للكابتن مهار وقعدت أفكر هل من الممكن أن احنا نشوف شباب في مصر كلها بقى مش في النادي الأهلي بس يطلع زي كابتن ماهار يطلع من تحت إيد كابتن عادل تعيمة يطلع من زي كابتن الكبار اللي احنا بنتعلم منهم خلال الفترة القادمة في مصر كلها مش في النادي الأهلي بس يعني بسم الله الرحمن الرحيم بداية أولا مصر مليانة موهب المهم من الموهبة دي تتحط في إيد أمينة الإيد الأمينة دي تتطر تيديها وتشربها يعني انتماء انتماء للوطن ثم انتماء للنادي شعار الناد الأهلي يتربي عليه من صغره مبادئ الناد الأهلي اللي هي مبادئ الدين بتاعنا الحنيف ما كانت بتتقن عملك إن الولد بيعيش قصة الاحتراف من البداية من أول البراعم لحد لما بيوصل لقطاعات الناشئين لحد لما بيوصل الفريق الأول وبيعرف قيمة قد إيه العناية الطبية والتغذية والتربية التربية مهمة جداً هو تبسع شمات تتفهمش غلط أصول تطبيق الدين الحنيف على مبادئ الناد الأهلي يعني نادي الأهلي بيأخذ من الدين الحنيفي يطبق المبادئ من وجهة نظر الحنيف ما هي المبادئ هي المبادئ هي ما هي الأخلاق بالزبط كده ما هي المبادئ هي الأخلاق الأخلاق تعرف الأسباب كلام بتاعنا بيروح يقض يلف يا فن ما تشغلش بالك بالنسبة نحاول برضو نوضع عشان ما حدش يدخلنا في 30 ألف حاجة عندنا حسية زيادة لي لا مش إحنا سيبي اللي يتكلم يتكلم هقول لحضراتك حاجة لما أنا جمهور الناد الأهلي وجمهور مصر عموما يأخذ ترند نمرة واحد في العالم عشان يساند الناد الأهلي يتسوى إيه تسوى كل حاجة حلو تسوى أجمل حاجة في الدين ترند رقم واحد في العالم لما أنت تبقى نمرة واحد بعد ريال مدريد بتتنافس ريال مدريد مين في الشرق الأوسط مين في أفريقيا مين في أسيا مين في أمريكا الشمالية والجنوبية بينافس ريال مدريد وبرشلونة تحتيك مين واخد على المستوى تاخد ثلاثة برونزيات مين على المستوى المحلي انت ثمين واربعين دوري واللي بينافسك بعيد خالص في الكاس في كل البطولات مين واخد ثلاثة برونزيات كاس عالم ويروح على طول مين اللي عشر أفريقيا فالكلام ده معناه إيه؟ معناه من الناد الأهلي ماشي على مبادئ المبادئ إيه؟ إن أنا عند انتماء للمكان انتماء للوطن طبعا نمرة واحد انتماء الوطن بيخليني دايما انتماء للحي بتاعي للنادي بتاعي طبعا الانتماء بيه بتجزقش لذلك النادي الأهلي تعالى أدي لك الصورة اللي إحنا لما نروح 27 محافظة علشان نعمل اختبارات لقطاعات الناشئين أعيات قومية في البلد ديت واللي كان عايز اشتري 2000 تسكر بيشتري أربعة لأنه النادي الأهلي عيد قومي في المحافظة اللي انت بتروحها وتلاقي ألمزات في الشارع ألمزات كان الكابتن موساما حسني أعتقد جايب أكاديمية النادي الأهلي في باني سويف كانت عاملها شغل رائع نعم نفس الكلام اللي حاجة بتقول حضر رك إحنا جبنا ولادين من من تورسينا واحد بلعب في أودونيزي والتاني بلعب في كاسل في أمبلتيرا صلاح باشا والولد التاني ريتشارد والاتنين بعد ما جبناهم ولدهم جابلهم شقة وغير تعليمهم التعليم الأمريكاني والاتنين بعد شهرين ثلاثة ده هدف دوري جاب أربعة جوال في التيم المنافس وده هدف دوري وده هدف دوري قعدوا سنة ونص وبعد كده حصلت ظروف ومش ده جاي بينهم طبعا ما دفعناش فيهم ولا هلل ولا تعريف ولا جنيه مليانة مصر مواهب من النوعية دي محتاجة يجو الناد الأهلي ويبقى فيه الاهتمام القوي والتربية السليمة من عناصر تعرف يعني ايه قيمة الناد الأهلي قيمة الناد الأهلي مش كلام لا ده مدرب بيزرع في الولاد دي الحاجة اللي هي نقصاهم الحاجة اللي هي نقصاهم المدرب بها شفها من اللي أكبر منه اللي أكبر منه علمه هاله ايه يعني ايه تبقى عندك انتماء للفنائل الحمراء ويبقى بتلعب لآخر دقيقة وتبقى للروح القتالية وما انتش موظف وانت بتلعب بقلبك بتستمتع وانت بتقدي كل الحاجات الجميلة دي موجودة طول عمر الناد الأهلي فيها فطبعا من خلال حضرتك من خلال القناة منطمن جمهور الناد الأهلي انت في 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 كوكب ايه والباقي في كوكب آخر مش عشانagarنا نقدر الله بنتكبر او ان احنا نقدر الله في عندنا نعمل تفاخر ما عندناش نتكبر ولا تفاخر ولكن عندنا ان احنا متمثكين قوي بعقدتنا متمثكين جدا بما بدئنا نعرف يعني ايه قيمة الناد الأهلي من اول ما تخش من الباب تعرف يعني ايه قيمة الناد الأهلي من تسرحتك من لبسك من قدوتك العيب للفرير الأول قد classmates صغيرين لو انت في الفرير الأول في حد بيعمل حاجة كويسة كل الأجبال دول حتى لو مش منتبهين للنادر آلي هتلاقيهم اللي بيشجعه النادر آلي في الحواري وفي الأزقة وفي كل حتة بيقلدوا هذا النجم لما يكون في تسريحته في لبسه في طريق كلامه فدي كلها حاجات قدوة النادر آلي بيزرعها وطبعا الأندية الأخرى لكن النادر آلي أكتر بحكم مطولاته وبحكم شغله على مدار السنين دي كلها ودايما النادر آلي بيدي القدوة والمثل بيبدي الوطن عن الفرقته فالمنتخب الأولومي لا ياخد لعبتي وأنا يلعب ناقص المنتخب القومي بيلعب لا الولادي الفريق الأساسي بتاعي يروح يلعب في أمم أفريقيا وأنا روح كاس عالم أندية من غير لعبتي مين يعمل كده في أي حتة في الدنيا تعلم تمام العلم أن ربنا سبحانه وتعالى واقف معاك بكل قوة أنه بيسندك تروح تكسب منتيري وبعدين تلاعب الهلال تكسب أربعة وتاخد ببنزية وأنت لعبتك الأساسي مش موجودة ده سند من ربنا سبحانه وتعالى بيدي لك أن أنت واقف على أرضية صلبة وإيه اللي كان ممكن تبقى فضيحة لو أنت عملت حاجة غير كده أنك أنت خدت وطنك عن النادي ودي كلها حاجات دي مبادئ يا كابتن ما دي مبادئ اللي إحنا مش بالكلام بالفعل ومن غير صوت ومن غير أي حاجة إحنا ماشيين على هذا المنطلق وبإذن الله تعالى بنتمى النادي الآلي وقف على أرضية صلبة وإن شاء الله إحنا في مكانة تسمح لنا أن إحنا نفتخر بولادنا ونفتخر بفرقتنا وبإدارتنا وربنا يوفق إن شاء الله كابتن مهر خليني بقى أخد حضرتك لمباراة بكرة مباراة مهمة مباراة صعبة مباراة صعبة للنادي الآلي لأنه في النهاية أنت بتلاعب فريق أهم حاجة بالنسبة له أنه ياخد الثلاثة نقاط علشان يقدر يكمل أو يقعد في الدورة المنتزة زي ما قلتك أسلام كل المشيات صعبة كانت النهاردة يعني الفوق اللي بيحارب على بطولة الدورة العام السلاسي زي كان الأهلي والزمالك والدرمد والقاع طبعا اللي موجود فيه المقاصة موجود في أستر القامباني ويعني فيه الجونة برضك فيه خطورة المحلة فيه خطورة فمباراة طبعا في منطقة صعوبة يعني كان فيه مبارح تعليل كابتن علاء عبد العالو ده طبعا ده ابن النادي الأهلي من المدربين المحترمين يعني هو يمكن حظه حظه سائي جدا أنه بيشتغل مع الفرق عيني اللي تمالي بتصارع على الهبوط لكن هو من ضمن المدربين المصنفين بصراحة رجل محترم رجل عنده فكر بيروح كمان بيقدر أسلام بيغير شكل الفرق اللي بيشتغل معها يعني إحنا لما تولى يمكن استر القامباني كانت الأمور صعبة جدا جدا قدر غير في 12-13 لعيب النهاردة بدأ يكسب فرق وبدأ يعني فيه ثقة أنه عايز يبعد عن شبع الهبوط خلال المبرات السابقة أكيد حيبقى فيه سيستم بالنسبة للعلاق أنه أكيد مليون في المية عارف أنه بلعب النادي الأهلي نادي الكارن نادي بطلات عارف النادي الأهلي بمن حضر عارف النادي الأهلي عنده ظروف صعبة جدا خلال لفات حوالي 12 لعب مصاب في بعض اللعبة في الراحة لكن إسلام عايزين نتكلم كرة شوية بالنسبة للموجودين يعني بالنسبة للعيد الموجودة يعني أنا شايف مستر ريكاردو بيختار طريقة 3-4-3 وهو شايف أن الطريقة دي مناسبة للمجموعة اللي موجودة معاه خلال هذه الفترة بس أنا عايزة أقول يا إسلام أني لست كنت بكلم مع كابتن عادل قبل منطلع الهواء اللي احنا تعودنا وليتربنا عليه لما بفيه اختيار للتشكيلة أو اختيار للفرقة أنت بتختار أولا رقم واحد الخبرة الخبرات اللي موجودة في الفرقة بمعنى يعني أنت مثلا في حرص المرمى عندنا عالي لطفي عندنا في خط الدار عندنا رامي بيقود التلاتة اللي موجودين معاه عندنا في نص الملعب عندنا ينج بيقود إذا كان فخري أو إذا كان محمد محمود لما بيبدأ يشارك ينج بقى يريح من بداية يعني أنا طبعا عرفت ينج احتمال يريح في خلال الفترة اللي جاية الجزء القداماني محتاجين وليد يا إسلام وجيء وليد بالخبرات اللي ربنا ندهاله بالمجهود بالروح بالدوافع اللي موجود عليها وليد يقدر يقدر يشكل لنا جزئية بتاعت التنظيم التنظيم رقم عشر التنظيم بتاع الهجوم من خلال الأطراف أو من خلال العمق أو من خلال الخبرات اللي موجود عليها وليد ثم حسام حسن تملل عمود الفقر ده إسلام أنا لسه كنت أقول لك كابتا عادل حتى لو مش موفقين أسيبهم أبس محتاجين راحة يا كابتا فيهم فيهم عناصر محتاجها راحة يعني مثلا زي ما أنت قلت ينج لكن وليد نقلو فترة محتاجين وليد بشكل كبير جدا النقطة التانية خصوصا لما أنت بتلعب بالسلاسة الأمامي اللي فيه زياد نحة المين فيه بيكي سوني فيه أحمد سايد غريب فأنت محتاج حد تحتيهم بكيمة وليد محتاج حد تحتيهم يقدر يلعبهم وليد حافظ لعبته وعرف زياد محتاج كرة فين صح عرف إمكانيات زياد لما لعب له كرة في رجله عرف أن زياد هو كرة في رجله يقدر يختارك ويقدر يروح واحد ضد واحد ويقدر يوسع لنفسه وزي الجل اللي جابه في مباراة الاتحاد لكن أنا مقدرش أعمل كرص لزياد لزياد ما بلعبش بدماغه يعني حتى كرصات اللي احنا في المباراة اللي فاتت من ضمن الجمل التكتيكية الميستر ريكاردو بيعتمد عليها وإحنا كمان حتى متورسينها ومشورين بيها حتة الأطراف الإجناب يعني البكين مع الجناحين فالنهاردة محمد هاني معظم الكرصات اللي بيبعتها في التلت الهجومي عايزة إتقام بس شوية هاني أنت عارف أن أحمد السيد غريب بيلعب بدماغه كويس فمحتاج كرة تبقى موجودة عنده مش بعيد عنه لأن بعيد عنه ميكسوني ميكسوني ما عندوش الانضمام كان راس حربة تاني وما بيجدش ألعاب الهوى نفس الكلام بالنسبة لزياد إذا كان مثلا كريم من ناحية الشمال بيبعت ترس عايزينه يبقى بتقان على دماغ أحمسان غريب أو حسام لبا بينزل لكن لما بتعدي في مشكلة بالنسبة لزياد ما بيعرفش يلعب دماغه الحاجة التانية الأطراف مهمة جدا هاي الصورة يا كابتن شوفت بقى يعني عايز أقولك يا كابتن الصورة دي كابتن إسلام أولا أولا بتوريك الروح والانقضاد والدوافع اللي كانت موجودة عندي ثانيا ألعاب الهوى انت بتتعامل مع رسلين حربة أطول مني وفاروق جعفر من اللعبة اللي بشيري كمان بينط فاروق ما شاء الله قصير قامة لكن عنده جنب جعلي جدا الحاجة اللي ملفت هنا بقى يا كابتن إسلام إن عناه يفتحها يا كابتن عادل فألعاب الهوى ما سوف تلعب القرى بدماغك يا إسلام بتلاقي نظب عنك بتغمد عينيك يعني كل الصور يكده بهذا الشكل وعنناه يفتحها يعني شايف القرى لازل انت شايف الكورة طبعا عشان شايف الكورة وطالع عشان إذا كانت محتاجة تشتيت أقدر أشتت إذا محتاجة إن أنا أبني هجمة بيها أقدر ألعابها لبعض الزميل لفقوص الملعب أعرف اللقطة اللي فاتت دي أعتلي اللقطة اللي فاتت دي اللي فاتت الصورة اللي فاتت أه أعلى عاجة في الصورة دي إيه بقى لا الشكل أعلى عاجة فيها كابتن أن فيها جمهور تجمهور طبعا يعني طبعا هو مش بايمين لكن أقل حاجة أقل حاجة في مباراة الدوري كان بيبع من من 65 ألف ل 75 ألف في كل مباراة المنتخبات كانت بـ 120 ألف يعني منتخب مصر طبعا عمويد النور وكان حاجة جميلة يعني فهرجع تاني أسلام أقولك أن في حاجات محتاجة الإدارة الفنية كمان تحط إيديها مع مع مرونة اكتكال للعبين الحاجة التانية كمان أسلام اللي إحنا محتاجينها خصوصا في التلت اللجوم يقول قول دلوقت إحنا بقى عندنا التلاتة اللي وراء عبد المنعم ومتولي ورامي عندهم يعني يقزة بشكل كبير جدا في حتة الرقابة في حتة المان في حتة التخطية في حتة بداية الهجمة يعني كنت بتكلم مع كابتن عادل برضا إيه المانع لو إحنا في آخر نصف ساعة والفرر قدامنا خلاص بتلعب راس حربة واحد إيه المانع إن أنا أضيف رامي ستة أو تمانية يزود لي الجزئية دي تعرف إن محمد عبد المنعم كان بيلي عبر راس حربة كابتن عادل في بعض الأوقات اللي قايت تقريبا تسعتاشر سنة زوائل كده لا بجد يعني ممكن يلعب راس حربة نحتاجوا إن إحنا ندفع به في آخر نصف ساعة مثلا جزئية عملها مرة بس ما كانش فيه مكانش فيه ساعتها رؤوس حربة في المطش ده تحديدا يعني محل أنا في المتذكرة أو هاكد وفي نقطة أخيرة كمان إسلام مهمة جدا وإحنا كنا بنتكلم عليها تمالي يمكن كابتن عادل التصويم من خارج التمنتاشر يعني إحنا المباراة اللي فاتت كان فيه جرأة من ينج حتى محمد فخري بدأ يعني وخبالك ياخد جرأة محمد محمود لما نزل يعني محمد محمود بردك من ضمن الحاجات كمان إسلام محتاجين وقت أكتر من كده يعني الولد عنده روح وعنده حيوية وعنده نشاط ومعظم الأندية دلوقتي النهاردة وراء محمد عايزة عارة عايزة بيع يعني فبردك من ضمن الحاجات اللي إحنا محتاجينها محمد محمود يناخد فرصة أكتر من كده حسام حسن إيه المانع إن إحنا نلعب برسل حرب في أوقات ممكن أحمسان غريب بيلعب بدماغه حسام بيلعب بدماغه لو براحتش الحسام تروح لسيد فدي بردك من ضمن الحاجات اللي إحنا محتاجينها الفترة جاية محتاجين نشوف كذا الشاشة الحاجة الأخيرة بقى أسلام فيه تقييم يا جماعة فيه تقييم من مدير الفني لازم نستعرف كده هي عقود في الجنة دي هي عطلع من الجنة دي أروح النار لازم اللعبة يوصل لها كده أسلام لازم اللعبة تعرف أنه فيه تقييم تقييم فني خمس مباراة أو سيدة مباراة السابعة مباراة الراجل حيقول من يقعد معايا ومن يمشي ومن يعار فأنت النهاردة فيه دور كبير جدا على اللعبة يا جماعة لازم ناخد بنا بالحتة دي لازم نرجع تاني للروح القتالية العالية وروح الفنياة الحمرة والدوافع بتاعتنا فمباراة الاتحاد أسلام كانواد حوي أنه فيه توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى ربنا عايز يدينا نتيجة إصرار اللعبة الصغيرين مع الكبار طبعا فنتمنى الفترة اللي جاية دي نشوف نشوف الدوافع دي مرة تانية والإصرار بتاع اللعيبة وروح الفنياة الحمرة وفي نفس الوقت كمان إسلام احنا تعودنا أول ربع ساعة أو تلت ساعة بنظل نضغط على الفرق ده شعار من 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 مية وخمسناشا سنة النادي الأهلي بيخلص المباراة في أول ربع ساعة في أول تلت ساعة فنتمنى نتمنى إن شاء الله نرجع للضغط ده من بداية المباراة ونتمنى ان احنا نحرز في الأوقات اللي هي الربع ساعة تلت ساعة هدف يفتح الجيم بشكل كبير جدا وريحنا ودي سيقل الجميل ودي سيقل للعيبة والجهز الفني أعرف برضو رأيك كابتن عادل في المباراة بكرة استن كامبني لو تعادل بالنسبة له هيبقى نقطة جيدة هو طبعا تكمل الكلام كابتن ناهر الماتش بكرة ماتش مهم جدا بالنسبة لنا وأنا بقول أن الدوري بصة منتهاش طالما عرض النقاط بتسمح لنا لو احنا أخذنا الاربع ماتشات اللي جايين أو الخمس ماتشات اللي جايين كرة فيها كل حاجة والتنافس هيبقى موجود لحد آخر لما يبقى فرق النقاط ما يسمح لناش الماتش بتاع بكر طبعا ماتش مهم وكل الفرق اللي هي بتلعب الناد الأهلي بيبقى فيه نوع من أنواع الحرص الشديد والكسافة العلدية الكبيرة جدا داخل الـ 18 يابد يبقى فيه حلول والحلول دي يعني مفروض المدير الفني بيوصلها للعيبة حتى لو ما فيش وقت عن طريق الصبورة عن طريق حتى الماشي بالماشي كده بوقف اللعبة في الملعب واعمل جمل طرف اليمين بيشتغل ازاي طرف الشمال بيشتغل ازاي يعني مثلا الماتش اللي فات الكورة عرضية وما فيش كسافة هجومية وحتى لو فيه كسافة هجومية الفريد اللي قدامك بيلعب بتسعة داخلين جوه الـ 18 وطبعا الكورات العالية مش بتاعتك وبالتالي لابد يبقى فيه الحلول الحلول دي مش معناه اننا بروح مزود العدد الفراودة بتوعي او الناس اللي في نص الملعب او الاتنين الاطراف اننا حطوهم يخشوا جوه الـ 18 طبعا الفرص اننا يبقى عندي مساحة اقدر اجيب منها جول المساحة دي مش موجودة وبالتالي الكورات العرضية كلها احنا مش واخدين منها ولا كورة طب الشوط الاولاني لو حدك تفتكر كان فيه تبادل ما بين كريم وما بين ميكسوني وما بين ديانج كان بيبقى من الطرف يحصل نوع من انواع التبادل للمراكز وبنوصل لكن للأسف الكورة الاخرانية دايما ما بتروحش في الزميل بلعبها كأن بتخلص منها او انا موظف مجرد انها مجيلي بروح لعبها اي حاجة فعمالة الاختراق من الديميل والشمال مش لازم تنتيب اوفر ليه ما تلعبش على الارض ليه ما بقاش الكسافة دي انا اسحب الفرقة بدل ما هم قاعدين العشرة كده يا اخي افضل انقل وابتدأ اشتغل من الاطراف وافضل مركز على الاطراف هتبص تلاقي كريم ياخد الكورة فين وفين عشان حد يجيله لما نزل محمد اشرف محمد اشرف ياخد الكورة ما بيلاقيش حد يروح عملها اوفر بيخلص منها طب انت كده بتضيع وقت وبعدين هم بياخدوها وبعدين يروح اطنا لأي حد عشان نعمله هجم مرتد طب بيبقى لازم بيقى فيه جملة يا كابتن لازم بيقى فيه جملة الجملة ديت ما بين الباك الشمال والهاف والوينج يحصل عملية تبادل وبعدين الكسافة العددية مش لازم ابدا ان انا وانا بنعبها زي دي زي دي كده بس هنا مفيش مهاجم واحد بس زي دي ميكي سوني طيب انا باستنى الكورة ليه هنا انا باستنىها ليه هنا انا باستنىها ليه هنا انا كمهاجم ما بروحش ليه عليها انا باستنىها ليه وبعدين برضو من ضمن الحاجات توجيهات المدير الفاني لما هاني ياخدوا الكورة وهيعملها اوفر او هيلعب على الارض انت متوقفش انت بتتحرك وبعدين عشان اتحرك لازم يا كابتن الاسلام زي ما انت يعني كنت باك رايت دي اصعب واحدة يا كابتن عادل دي اللي هي اللي هي عاملت هاف كرس ها ورا الناس اصعب واحدة دي الحاجات دي ان كله بيقوشه للجول حتى المدفعي بيبقى فيه تمرين يا كابتن الاسلام انا لما بروح على الطرف يومين ثلاثة ان انا بوجد بعمل توجيه رجل راس الحربة لما هاني يروح في الحتة الفنانية العبهاله على القريبة اوكي يبقى عارف عينيك عينيك مع راس الحربة هلعبهاله على القريبة طيب اغلط طيب يبقى اللي بعديه هنقول مثلا دي يانج مكمبل هو دايما كابتن بيبقى ومعرفش حقا قولي صحة ولا غلط هو كان دايما بيتقل ايه او بيتقلنا يعني وانت اسلام وانا رايح انت ما تبصش لان البصة بتاخد منك على الرغم من اننا كنت من الناس اللي لازم ابص ألعب لمين ليه بس بعد كده تعودت لانه هو كان بيودي حد على مستر مانو يعني كان بيودي حد على العرض الاولينية والتاني على العرض التاني والتالت تحتك وكان لازم بيجبر الناس تبقى في الحتة دي بمعنى اننا ما كنت خلاص بقيتها عارف حفاظت وعرفحها على العرض الاولينية على افلافيو قطع العرض الاولينية ورا متعب وتحت ابو تريك مثلا فدايما كنا بنشوف فانت وانت مغمط بتعملها على الارض بقى زي ما حالك بتقول عاليا زي ما حالك قلت اي حاجة بتعدي لا يمكن انا من المدرسة اللي بتؤمن اننا لازم اشوف والعب يعني انا لقيدك انت على الارض القريبة ممسوك كويس اللي رايح في لصة الملعب على ال 18 ممسوك كويس اللي على العرض البعيدة ممسوك كويس ايه المنع ان انا طلعها لبرة صح طلعها بقى الديانج او طلعها للشاوية او طلعها البركات او طلعها لأي حد على ال 18 يشوت صح وبعدين انا لما ببص ممكن جدا الاقي الراجل جايلا على الارض القريبة لو اللعبته له على الارض هتبقى احسن وهكذا فعلى طريق النظر لابد تبقى الحاجة دي موجودة الحاجة التانية ان انا مجرد ما بوصل للتلت الاخراني بروح عامل كروس الكروس ده مع الفرق اللي انا بلعبه زي المقصة تلعب عشرة بكرة نفس القصة هتلاقي برضو الراجل عايز ياخد منك البونت ممكن جدا في المرتدة لقدر الله يعني يأذيك او حاجة مندي لابد تبقى عارف ان انت وانت بتهاجم مناش موظف بوصل للتلت الاخراني واروح عامل كروس وخلاص واخلاص منها لازم بقى في صبر صبر على الاستحواز وانا بستحوز الكورة يبقى في صبر بتخلص منها بسهولة انا رحت ولقيت ان الكورة اللي عملتها كروس خمسين في المئة وخمسين في المئة لما لعبهاش ارجع تاني لرامي الرامي يلعبها التاني لديانج يروح حطيتها في الشمال وافضل عملية تدوير زي ما بشوف ريال مدريد وبرشلونة بيفضلوا يعملوا عملية الاستحواز وعملية الخلخلة لحد لما الرقابة تروح علي الحاجة التانية يا كابتل لما الناس اللي بتروح للتلات خشبات ما بتروحش تبقى واقفة مستنية وبعدين في حاجات كنا بيعلمها لولادنا انت حضرلك مسكني انت راجل مدافع وانت مسكني افضل ان اوقف جنبك لا ولا زميلي وهو بيتحرك انا باخد خطوتين انت جيت معايا بروح واقف وما فضل النفس لما تجيلي يبقى عندي فرصة ان انا اجيب هدف من غير ما تبقى علي الرقابة الحاجات دي كلها مفروض في لاعب في النادي القلي يبقى عارف الحاجة دي لازمها رب ودي بتبقى عملية بالتمرين الى جانب طبعا احيانا ببقى بعض اللعيب عندها الموهبة دي زي متعب متعب كانت تبصت لقيه بيقف في حتة الكرة جياله ده نوع من التوفيق توفيق رباني سقطة زم حمد صلاح نفس القصة يبقى وقف في مكان تبصت لقيها ريحاله فالعملات دي الى جانب انها موهبة لابد كمان يبقى عملية التدريب او حتى عملية النظري انا بتمنى اللي لعبتنا وهي بتقدي تقدي باستمتاع مالش موظف ويعرف وقلت الكلام ده مع حضرك مرة واثنين وثلاثة الجمهور اللي قاعد في المدرج مش الخمس تلاف طبعا عندك تمانين مليون اهلاوي بيتفرجوا عليك في العالم كله وفي القهاوي وفي البيوت وفي كل حتة وتعرف بيتقلموا قد ايه ويفرحوا قد ايه لما انت بتقدي صار في النظر عن النتيجة فلازم تبقى ديه في مخيلتك ولا تتأثر انت راجل في الناد الآلي يعني انت لدي قيمة كبيرة جدا طبعا والناد الآلي بيقدرك ماديا وادبيا في كل النواحي ما تفقدش النعمة ديت علشان واحد يتكلم عنك كلمتين مش كويسين على الرغم انت لعب كويس قوي بيفكرني دايما بمراوان محسن لعب انا دايما بشيت بيه لعب رجل الاثنين هيدرز محطة في كل الميزات تأثر بالكلام اللي كان بيتكاتب عليه لأ انت مفروض تبقى اقوى من اي حد لانك انت زي ما الناس بتشجعك والجمهور كله بيشجعك ما نتأثرش باي كلام ممكن ان هو حد مغرد يقول كلمتين عنك تقوم انت تصدقه طبعا تصدق الناس اللي كلها معاك وكلها بتحبك فعملية المهمة جدا كابت ان انا استمتع الحاجة التانية مبقاش واضح سنما قلت قبل كده مع حمدي فاتحي لو انا بشوت ولقيت الرجل حط رجل يعني نزل على رجلية عشان يقطع كورة ايه المنع ان انا بمثل ان انا هشوت وراح واخده في الاتجاه التاني العملية دي طبعا لازم بقى عندي اتوقع المنافس ده بيعمل ايه وانا برفع الاوفر لازم ارفع الاوفر بعيد عن جسم المدافع ما تخبطش كل مرة في جسمه الكلام ده انا كلاعب لازم اشتغل على نفسي حتى لو المدرب مخصر معايا الاوفر اللي بتتعامل من اليمين او من الشمال لازم تبقى بره جسم المدافع اللي قدامي تتعامل الواو بحيث انها تبعد عن جسمه وتبقى رايحة لزميلك ولابد انك انت تستمتع وانت بتقدي وتعرف يعني ايه قيمة الناد الالي وانك انت لما تكسب تمانين مليون بيناموا فرحانين صعداء وما حدش يقدر يهوى من ناحيتك لانك انت زي ما انا قلت قبل كده بتنافس للمدريد وانت 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 وكل الكلام ده مش عايز اتكرره لكن انا بكرره عشان ولادنا الصغيرين يبقوا عارفين الهجمة الشارسة اللي موجودة على الناد الالي لن تنال منه ولا بعد 300-400 سنة طيب هنطلع فصل وبعد هذا الفصل هنرجع نكمل مع حضراتكم برضو اراء خبراء من الحقيقة في تحليل كرة القدم ومباراة غدا امام استن كامبني اهلا وسهلا بحضراتكم مرء اخر عزيزي المشاهدين كابتن كابتن ماهر عايز برضو اعرف رأي حضرتك في الناحية الدفاعية بالنسبة للنادي الاهلي وبنسبة للستن كامبني بوس اسلام من ناحية الدفاعية بالنسبة للنادي الاهلي بطريقة الرجل تلاتة في القلب اولا مننا بشكل كبير جدا التلاتة التلاتة بيزيدوا من مباراة للمباراة عبد المنعم بيرجع في الزيادة بتاعته في الفترات اللي فاتت يمكن موضوع الاصابة وموضوع مناخيره يمكن بعده شوية لكن هو بيرجع في الفترة دي بشكل جيد رامي ماشي بشكل جيد خلال الفترة مركز بشكل كبير وفت ومن ضمن الحاجات العجباني كمان ان رامي ابن النادي الاهلي ابننا عنده حتة الغيرة وحتة الإصرار وحتة المكسب وحتة مش عايز يخسر ميجيش في جول متولي بيزيد من مرة أخرى يعني متولي يمكن اصابة حرامتنا منه فترة كثيرة جدا الفترة اللي فاتت لكن انا شايف من بعد رجوعه مع مستر مسماني بيحاول ان هو يرجع لمنكانته الطبيعية بشكل كبير مع ريكاردو واخد يعني فرصة بطريقة اللعب مساعداه بشكل كبير متولي بيزيد من مباراة لمباراة عنده عنده ثقة عنده هدوء فيهم ميزة تلاتة يا اسلام في الحتة الدفاعية بينقضوا بشكل كبير جدا على الهوى بيرقبوا بشكل جيد بعدما بيستحوزوا بيطلعوننا الهجمة لنص ملعب بداية هجمة سليمة لكن في مشكلة في أوقات كتيرة جدا الثلاثة بيبقوا فلات على خط واحد محدش برائب رأس الحرب نشوفنا يمكن في مباراة المقصة الراجل للأفريقي يمكن جيري مرة أو مرتين من العمق مشكلة العمق لما بيفي سرعات الأسلام يبقى لازم واحد بيمسك واحد بيغطي يعني عشان مبقاش فيه خلل في الجزئية دي لكن طبعا بالنسبة لكل الواجبات الدفعية بيقوموا بها بشكل جيد أستر أستر زي ما كابتن عادل قال حيلعبوا زون شوفنا مقصة حيلعبوا زون في تلت في تلاتين يارد دل في نص ملعبهم حيديقوا بالعشة اللعبة حيديقوا الخطوط على بعض هم شافوا طبعا مباراة النادي الأهلي الأطراف حيبقى فيه تغطية وملام بالنسبة للأطراف طبعا هم حيكبروا النادي الأهلي في التكتل ده أن يلعب القورة الطويلة احنا شوفنا في مباراة المقصة قورة طويلة الأمامية يا إسلام سهلة جدا للمدفعين لكن الحاجات الموارا للمدفعين باي اللي بتمثل مشكلة زي ما كابتن عادل قال ممكن تتعمل على الأرض ممكن تتعمل في نص العلو ممكن تتعمل في أعلى لكن الكسافة العددية للمهاجم من النادي الأهلي مطلوبة جوة 18 يبقى أكتر من مهاجم موجود يعني احنا في المورات اللي فاتي دي بتحس أن أحمد سيد غريب بس الواحد يعني حتى الزياد بعيد ما بيلحقش يضم النقطة التانية لو من ناحية هاني بتحس أن ميكسوني بعيد ما بيضمش فعشان كده محتاجين الكرسطة العرضية تبقى مؤثرة هم بالنسبة لهم طبعا الكابتن عالق محفظهم حتة البلوك الدفاع اللي هم بيعملوه في الثلاثين يارضا وفي نفس الوقت كمان عندهم لعبة كورة في كونتر أتاك وده اللي محتاجين ناخد بدنا منه كور كونتر أتاك السريعة هم يعتمد عليها بشكل كبير إنه هو يقدر يعني يخلنا ده اللي يغلط مدافعينه يقدر يحرص هدف والكور السابتة إسلام شفنا في المرات كلها اللي فاتت كور السابتة إذا كان كورنر أو فاول أو حاجات مباشرة من الجناب أو من خارج الثمانتاشر بتسبب بردك مشاكل بشكل كبير على قد من يقدر من يعملش فاولات حولين الثمانتاشر أو من يخرجش مثلا كورنر كتير على أساس إنه نقدر نقضي على الحتة دي لكن هما طبعا عندهم دوافع ومحتاجين ثلاث نقاط ومحتاجين نقطة لإنه طبعا ظروفهم صعبة جدا جدا وإحنا شايفين في أخذ الجدول لكن نادي الأهلي طبعا بنفس على بطولة الدوري فأنا تمنى إن شاء الله بإذن الله التوفيق للنادي الأهلي التي انترت نقاط طيب كابتن عادر خلينا أخذ حضرتك بقى للدوري الممتاز بشكل عام رأي حضرتك حتى الآن نحن لعدنا 31 أسبوع أو حنلعب بكرة إن شاء الله بداية 31 الأسبوع 31 رأيك في الشي دوري العام بشكل عام بقى دوري العام بشكل عام هو الدوري اتعمل علشان يمتع الناس فدوري من غير جمهور فأنا 80% أو 90% من المردود بتاعه سواء أدبي أو مادي أنا مفتقده طبع أنت حضرتك ممثل طالع على مصرح ومفهوش جمهور أنت تستوحي منين أو تبدع منين والجمهور ده اللي هو بيسندك والأساس حتى لو الجمهور ده اللي قاعد في المدرج حتى فيه نوع من أنواع السلبية بيهتف عليك أو ضدك أو الأخر لكن مجرد وجود الناس بيجبرك أنك أنت تقدي وتقدي بشكل جيد ده الجمهور بالنسبة للتحكيم طبعا يعني بقى سنتين الناس في صراع ما بين بعد المباراة وأثناء المباراة وقبل المباراة متوقعة اللي ممكن يحصل في المباراة فده كلها حاجات من الحاجات السلبية لكن برضو من ضمن الحاجات الفار طبعا مشكلة كبيرة جدا وأرجو أنها تتحل الحاجة الثانية عملية التصوير دي كلها حاجات سلبيات هنقول لجبيات عملية التصوير والإعادة والمخرج تحس كده أن فيه حاجة مش مظبوطة يعني الكاميرات لما بتتحط علشان يبقى فيه روح البروتوكول أو الأماكن الممكن للحكم يشوف منها التمريرات أو الفاول أو الطرد أو الأخر برضو محتاجة شغل سواء بيقولوا أنا سمعت في هذه الأمر النقطة يا كابتن أحد المختصين قال لك احنا الحاجات دي مش إحنا اللي بنحطها مش التلفزيون اللي بنحطها بمعنى أنه بيبقى موجود من أعتقد لجنة الحكام أو من الاتحاد الكرة حاجة خاصة يعني باتحاد الكرة بيجيبوا لهم أماكن الكاميرات تتحط فين هم اللي بيقضوها أنا بتكلم على المخرج اللي بيع يعيد أو ما يعيدش ساعات ما بيعيدش لا خلط أنه ما يعيدش بصراحة طيب يعني فيه كرات معينة ما بيعيدهاش ضرب الجزاء مبارح ما تعدتش مرة واحدة وخلاص أوكي الماتش بتاعنا بتاع المقصة فيه حد فيه خلاف إن الكرة جات في إيد الرجل الرجل وقف حوالي ثلاث دقايق ثلاث دقايق يدرب نفسه وقف ثلاث دقايق والرجل عمال يعدهاله مرة واثنين وثلاثة 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 اعترض على هذا الأمر تحديدا على الكرة دي دي مش من ضمن المساوء يعني أنت في ثواني الكرة بين المشاهد اللي هو حتى النظر ضعيف بين أن هي يعني فدي برضو من ضمن الحاجات الحاجة الأخيرة وهي عملية اللي كل اثنين وسبعين ساعة مباراة دي عملية قاسية جدا بالنسبة لعيبة وديك شفت الناد الأهلي اللي كان بيعانوا منه الناس اللي هي ما لعبتش نص الناد الأهلي النهاردة كلهم بيعانوا من الإصابات وعندهم إجهاد وبيشتكوا وما الناد الأهلي يعمل إيه 30-40 مباراة زيادة عنكم فطبعا دي كلها حاجات سلبية من حاجات الإيجابية أنك أنت مع الكورونا ومع كل الحاجات ديت أنت الدوري بتاعك مستمر في تنافس وفي فرق قريبة جدا من بعض اللي أنا بتمنى بعد الموسم ده يبقى التنافس ما يبقاش تحت يبقى التنافس يبقى فوق يبقى في الجزء اللي في الوسط علشان الكرة ترتفع الحاجة التانية اللي بتمنىها إن معظم الأندية تبقى عندها جماهيرية عندها شعبية ولا مانع أبدا نحن شفنا الكلام ده في الجزائر لما النادي الأهلي ودانا الجزائر وشفنا أنه مثلا نادي سيم من النادي عنده إمكانيات مادية بنك أو شركة أو أول آخر بيجي ياخد أنا وصلت للممتاز بروح واخد الاسم بتاع النادي الشعبي بضمه مع الفريق بتاعي والعب باسم المحافظة ديت أوكي يبقى عندي ظهير يبقى عندي ظهير جمهوري وبعدين بلعب في محافظتي بلعب في ملعبي صح الكلام ده كان في جزائر من إنت من التمانينات 83 أو 84 يعني مثلا النادي زي السكة حديد مثلا عنده إمكانيات كبيرة وموارد أو الأخر يروح واخد مثلا 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 أو المينيا أو المنصورة أو أي نادي ويعمل سكة حديد طنطة لا يقول أي اسم يبقى أنا عندي الموارد وعندي الظهير الجماهيري وعندي الملعب فأنت بقى كل الأندية بتروح تلعب على ملعبك وبعدين أنت من تشخص أنت بتلعب بإدارتك بحاجتك حتى لو في إدارة مشتركة فبتبقى دي كلها حل من الحلول اللي هي ممكن تبقى حلول جيدة وبتدي للكرة المصرية إنك أنت عندك 18 نادي عندهم زهير جماهيري ودي بتعلي من قيمة تسوقية للفرق وبالتالي أنت بتبقى في دوري زي الدوريات في العالم كلها بتلعب المباراة الجمهور مال المدرجات ودي كلها حاجات بتبقى إجيبية في المرحلة اللي جاية كابتن مهر محلة الجونا الاتحاد أيضا أسترن كامبني والمقاولين من وجهة نظرك مين اللي ممكن ينزل مع المقصة في القتين من المجموعة اللي أنا أتكلمت عنه بص إسلام واضح إن المقاولين كمان بيعاني بقى روه يمكن أكتر من سنتين من السنة الثالثة يعني مقاولين يعني عنده عنده مشاكل كثيرة جدا واضح كمان إنه ما بيكسبش الفطل اللي فاتت دايت يعني ما عرفش المباراة المطبقية بالنسبة له حيتبالك أمور بالنسبة له هلعب المقصة هلعب المقصة هلعب المقصة هلعب المقصة المؤولين هلعب المقصة هلعب المقصة يعني دي مباراة أنا شايفها بستة نقاط يعني بالنسبة للمؤولين العرب المقصة كده كده نزل. المقصة ما عندهوش حاجة يبكي عليها يعني. لكن المقولين فرصة بالنسبة لي ياخد ثلاث نقاط. لو ما خادش ثلاث نقاط من اللي هو بنفسه او لزيه. حتب مشكلة كبيرة جدا. طبعا مهم جدا المقولين انه هو ياخد ثلاث نقاط. عاز اقول لك اسلام ان الفرع دي يعني. حلو الجونة برضو ماتش صعب قوي. الجونة كمان نفس كلام برضك يعني يعني الكابتن طلعت يوسف الفاتر اللي فاتت ديت. يعني بيعاني الأمرين بصراحة. في توقيت صعب جدا للجونة. يعني فرقة كلها لها اسم وباع كبير جدا الاتحاد طبعا سيدي البلد. اه بس اتحاد لو يعني كسب المباراة القادمة خلاص. اه يعني الاتحاد يمكن اقربهم في حتة الامان. انه يكسب المباراة اللي جاية بثلاث نقاط طبعا. نتمنى التوفيل لمحمد عمر طبعا. ومحمد نور مع الاتحاد. اه الرابع من الموجود المحلة. المحلة طبعا. محلة هيلعب الجونة. الجونة. اه. صعب. جدا. جدا بضاك المحلة. عايز له. عايز له يكسب بضاك الجونة. اه. انا شايف حظوظ الجونة صعب السنة دي يا اسلام. برضا يمكن بقالها ازاي المقولين كده. بقالها اكتر من ثلاثة ثلاثة. تقول ان المقصة كده خلاص رسمي. من ينزل اتنين معا. يعني انا شايف استر كامبلي وشايف الجونة. والجونة. وحضرتها كابتن عادل. بس في الجونة كانوا ماشين كويس او معرض وشايف. سبحان الله. فانت غيرت اتنين مدربين. ايه الاضافة اللي اضافوها. ما احترامي ليهم طبعا مدربين كبار وممتازين. تامر. مصطفى او كابتن طالعض. الانتين مدربين. يعني المدرب واعد جدا. والاخر مدرب يعني على. فهي بيتوقف على الماتشات اللي جاية. ومدى اسرار اللاعيبة على الأداء. ولكن برضو اللابود الماتشات ديت. هتبقى مترقبة من العملية التحكيم. طبعا. لانه في العالم كله. فيه انواع من السلبية ومن الفساد في العالم كله. فكل مهنة فيها الأكسرية الممتازة. اللي عندهم امانة. اللي عندهم كل حاجة جميلة. وفيه اقلية. بيبقى عندهم فساد. سواء بقى مدرب سواء لاعب سواء حكم. يعني في كل مرحلة. او في كل نوعية من النوعيات اللي هي. موجودة في المنظومة. بيبقى فيها النوع ده. عشان كده العدل لعربنا. ان احنا في الماتشات اللي جاية دي. الماتشات دي تبقى مترقبة كويس قوي. علشان بالنسبة للتحكيم. فريق ممكن جدا يصعد. ويبقى في الدوري الممتاز. او يبقى يعني موجود في الدوري. وفريق اخر. ممكن جدا ان ينزل الممتاز به. وده طبعا هتبقى حاجات مؤثرة طبعا. وخاصة الفرق الجماهيرية. دي بتبقى عملية طبعا مهمة جدا بالنسبة لنا. ان فريق الجماهيري اصلا كمان ينزل وهم يتعدوا على الصوابع. فطبعا دي كلها حاجات. مين يا كابتن بردو اللي يعني. لا انا يعني. لن احبط احد. لن احبط احد. كل واحد. له حظوظه. له حظوظه الحد اخر دقيقة. اوكي. هو المقصة طبعا. خلاص نزل رسمي. نزل رسمي. لكن بردو مع المقاولين. ما اعتقدش ان المقصة هتلعب. بردو. مقصة راجل الناس محترمة جدا. وعملين. يعني. بيلعبوا الاخر دقيقة. وبيلعبوا. احنا شفنا مدى اصرارهم في ماتش القالي. كانوا بيقدوا ازاي. لكن بردو كابتن من خلال حضرتك. بوجه رسالة لولادنا. فين اللعبة بالشراسة. فين اللعبة بالاتحام. الفريق اللي بيلعبك. بتبوصت لقيه بيخش. عشان يقطع. بيخش كاتف. واللعبة لعبة رجولة. بتبوصت لقي الاتحامات. في الهواء. كرة العالية. لازم تبقى بتاعتنا. اي كرة مشتركة. لازم تبقى بتاعتنا. الشراسة دي. الناس عايزة تشوفها. جمهور الناد الأقالي. عايزة تشوفها من ولاده. ومن لعبته. ومن حبايبه. انك انت الشراسة دي تبقى موجودة. وبعدين. انا ما بخشش جوة 18 ركاة تنوقف. لابد طالما راحت الناس. في وسط المرعب. لازم نسقط. علشان ندم ساحات. وبعدين. يبقى في حد مندفع من الخلف. او الاخر. عموما نتبنى يا رب. كل التوفيق لنادي الأقالي. في مباراته بكرة. وكل فرق الدوري بقى. اللي يقعد يقعد. واللي ينزل ينزل. لانه في النهاية. زي ما كابتن عادل قال. هي الفريق الوحيد. اللي تم رسميا. يعني حينزل للدرجة الأدنى. هو نادي مصر المقصة. ولكن بقية الفرق كلها. لها الحظوظ. في النهاية تستكمل في الدوري الممتاز. او تكمل في الدوري الممتاز. إن شاء الله في العام القادم. كل التوفيق لكل الفرق. ولكل المنافسات الشريفة. اللي بنشوفها من كل الفرق داخل مصر. شكرا جزيلا. أنا كابتن عادل. أنا بشكر حضرك. شكرا جزيلا. أنا بشكر حضراتكم. شكرا جزيلا. هنطلع فاصل. وبعد هذا الفاصل. كريم سعيد وأحمد سابت. في ضيافة البيت الكبير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزائي المشاهدين. خلوني أراح بديوفي في هذه الفقرة. أحمد سابت زكا بعمل. الحمد لله. كله تمام. أيضا كريم سعيد زكا كريم. ده جد الإسلام. كله تمام. الحمد لله. أحمد خليني أبدأ معك. واسمعكوا برضو رأيوكن تلاتنين في التعامل الإعلامي مع سوارش خلال هذه الفترة. طبعا ريكاردو سوارش جاي في فترة صعبة. يعني تعتبر فترة صعبة جدا عليك. مدير فني جاي في أصحب فترات أن أنت بتغير مدرب. في كاس في سوبر في موسم جديد. فهو جاي الراجل أنا شاف أنه عنده فكر معين عايز يطبقه. اللي هو كلمت فيه قبل كده اللي هي اللعب التمركزي. اللعب التمركزي أول ما جه. اللي هو اللي هو الكرة الحديثة دلوقتي اللي كل الدوريات جوارديولا بنشوفه بيطبقها. هو حتى أول ما جه بيلعب أربعة ثلاثة ثلاثة. بدأ يمشي تدريجيا النتاج ما كانتش أحسن حاجة. لعب الزمالي خسر لعب براميز خسر. فبدأ اكتشف في الفترة دي ان انت لو لعبت كده. واللعبة كمان مجهدة. وفي ظل الإصابات الموجودة. فالظروف مش مساعدات. فبدأ أنا هغير الفكرة جماعة. والعب بالتلاثة وراء. وأمن والعب بالتلاثة اتنين خمسة. اللي هو تلاثة اربعة ثلاثة يعني اللي بتتحول لتلاثة اتنين خمسة. فأنا أنا شايف الراجل عنده فكر بس هو جاي في وقت. مش كويس. مش محظوظ قوي انه هو جاي في الوقت ده. ولكن فكرة التعامل الإعلامي معه لازم احنا هنا بقى نحميه. دور السوشيال ميديا الأهلوية والإعلامي الأهلوي. ان انت تحمي المدرب بتاعك. تحمي المدرب بتاعك ازاي؟ نفس اللي حصل في فترة موسيماني. موسيماني كان كذبان الزمالك خمسة. والقنوات وبعض الإعلام طالع بيتكلم انت ازاي داخل فيك ثلاثة جوان. ولا ازاي الزمالك قدر يرجع ثلاثة جوان. ده البوزيشنال بليه اللي هو بيحاول. الوقت الكرة القدم الحديثة بقت بتقسم الملعب قدام الخمسة اللي قدام دول لخمس ممرات. الممر اللي هو اللي في النص يعني اتنين واربعة دول اللي هو الهافز بيس. الممر الداخلي والممر الداخلي. واللي في النص اللي هو العمق اللي هي في حتة الزون فورتين. اللي هي رقم ثلاثة واحد وخمسة. هو لما جاء في الفترة الأخيرة ديت هو بيحاول. يعني طريقة اللعب لما نجي نشرح حتى في طريقة اللعب. هو بيطبق ثلاثة اتنين خمسة. الخمسة دول مثلا في آخر مباركة ومين رقم خمسة ده اللي هو محمد هاني رقم أربعة اللي هو زياد طارق رقم ثلاثة أحمد سيد غريب رقم اثنين قدامنا الصور على الشاشة رقم يعني أدي واحد محمد هاني زياد طارق أحمد سيد غريب ميكو سوني كريم فؤاد ده شكل البوزيشن البليل اللي هو بيحاول يطبقه بس انت ما تقدرش تحكم مع الراجل ما ينفعش يا جماعة نحكم مع الراجل في الفترة دي ليه انت عندك إصابات كتيرة جدا في الفرقة وبعدين الفرقة الأساسية أصلا مش موجودة والفرقة اللي بتلعب يعني مثلا عمر السلاة مش موجود حمدي فتحي مش موجود محمد الشناو مش موجود علي معلول مش موجود بيرسي تاو لسه راجع محمد شريف مصاب أفشا مش موجود أحمد عبدالقادل لسه راجع مبيرح فانت الفرق أكرم توفيق مصاب بدر بنون مشي فالراجل بيلعب أصلا من غير فرقة وبيلعب بالشباب وبيلعب بالعيبة البعض منهم لسه النادي بيشوف إذا كان البعض هيمشي ولا البعض هيكمل ولا أنت بتقيم في الفترة دي أن انت فترة تحصيل حاصل مباراة كلها تحصيل حاصل فالراجل بيحاول عنده فكرة عنده حاجة عايز يطبقها بس الظروف مش مساعدات فأنا مقدرش لازم هنا الإعلام الأهلاوي والسوشال ميديا الأهلاوية تحميه ما ينفعش نعمل زي مكان اللي بيحصل مع مصيماني أنا لازم أديله فرصته طيب الراجل محتاج إيه؟ محتاج دعم من وجهة نظري محتاج دعم من جميع الأهلاوية والسوشال ميديا الأهلاوية أن أنا أحميه حتى لو أنا مختلف معه في بعض التغييرات يعني أنا شايف مثلاً محمد أشرف كان يبدأ شوية لأن هو مثلاً مركزه ممكن بعض التغييرات نختلف معه فيها ولكن لازم نحميه في الفترة دي لازم نديله كل الدعم وفي نفس الوقت أنا شايف أن الراجل محتاج بطولة أو مكسب على فرقة كبيرة مكسب على مثلاً كسبة الزمالك كسبة بيرامدز هتفرق معه هتديله الثقة أكتر فالراجل محتاج يأخذ ثقة محتاج يأخذ بطولة في الفترة الجاية فالفترة دي يعني أنا شايف أننا باللم فيها أنت إن شاء الله دخل على صفقات جديدة في صفقات جديدة قوية جاية النادي الأهلي سيبك من الكلام اللي بيتقال في الإعلام أن الصفقات مش قوية لا في صفقات جديدة قوية قوية جداً كمان والناس شغالة كل يوم تقولين يا أحمد حاجم في صفقات جديدة جاية قوية في النادي الأهلي إن شاء الله لما الراجل يشتغل مع عودة اللعيبة نقدر بقى نحكم مع بداية الموسم الجديد لما الموسم الجديد يشتغل مع الصفقات الجديدة تيجي مع أنه هم مين الصفقات الجديدة لما يتم الإعلان عنها بقى أنت بفوت تقول لي على سنة ما تعرفهم شي يعني والله يعني إحنا بنكتهد يعني مش أنت مرد أحمد خلي بالك بص بيروح بحيتها فأنا الفكرة أن التعامل الإعلامي مش عايزين نعمل زي ما حصل مع موسماني معلش برضو مش بحب أتكلم على الأندية الأخرى ولكن مثلا فريرة فريرة مدرب محترم جدا وعمل نجاحات مع الزمالك ولكن مثلا ماتش مبيرح الإسماعيلي كان يكسب الزمالك الإسماعيلي عمل مباراة هيلة قدام الزمالك البعض طلع قالك إيه بص التبرير أو الحاجات الناس لازم تركز في النقط دي إن الإرهاق إرهاق إيه جماعة الزمالك بملعبش بقاله ست أيام قبل الماتش ده وممالي الأهل اللي بلعب كله تلات أيام ما فيش حد بيجيب سيرة إرهاق لإيه ده ده بس تجيب سيرة أراج وقال لك بتحط مبارات بقول لك أنت أنت بتطبل أنت مش عارف إيه تبتحط مبارات طب يا جماعة لازم نركز في النقط دي لازم في الفترة دي نحمي المدرب بتاعنا حتى لو أنت شايف بعض التغييرات أو احميه لغاية إما الراجل بس يشتغل في أجواء مثالية وأجواء مناسبة مع وجود الصفقات دائماً اللي أنا عارفه كريم في الموضوع ده بيكان بيبقى أعبار عن إيه إن المدرب بيبقى محتاج على الأقل خمسة أيام ما بين الماتش والماتش وده أنا قلته في الانترو قلت إيه إن اليوم الأول بيبقى أجازة اللي هو بعد الماتش أجازة أو استشفى يعني تاني يوم اللي هو بعد اليوم الأولاني بيبقى سنة بدني اللاعبين اللي بيلعبوا بشكل أساسي وسنة بدني أكبر اللاعبة اللي هم اللي ما بيلعبوش كتير تالت يوم بيبقى التأسيمة اللي هي الصغيرة اللي في الحتة الصغيرة اللي بيطبق فيها فكره بيطبق فيها إيه فكره اللي هو النهاردة هنلعب من ناحية اللي مين النهاردة هنلعب من نص الملعب بس النهاردة هنلعب ضغط من أول الملعب الفكر اللي بيطبقوا للمباراة القادمة وده كان بيحصل مع جوزيه أنا بتكلم على حاجات كان بتحصل مع مانو والجوزيه خلال 6-7-18 سنين تقريبا بأشكال مختلفة يعني بعد كده اليوم الخفيف وبعد كده اليوم المباراة ده الخمسة أيام هو الشكل الأبرز أو الشكل الأيديال للاعب كرة قدم ياخد راحته ويتمرن وللمدير الفني برضو أنه هو ياخد راحته فيه كيفية إجراء شكل تكتيكي للفرقة ده كلام صحيح بالنسبة لأجندة طبيعية نحن في زمن صعب جدا 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 أن أنت تحكم القراء مثلا نهاردة أي حد معه موبايل يقدر يقول وجهات نظر وبالتالي العالم بقى مفتوح أن كل الناس تقول وجهات نظرها وطبعا الزملاء في الميديا وفي الإعلام كل واحد أكيد طبعا عنده مطلق الحرين هو يقول وجهات نظر وزي ما نقول وجهات نظر أنا في وجهة نظري الجهاز الفني للنادي الأهلي سواء مع سوارش أو حتى أيام مسلمين أو أي مدير فني تاني الشغل هو اللي هيخليك تخلي الناس تتكلم عنك بالشكل الأمثل وبالتالي أنا بشوف حاليه سوارش مع جهاز الفني المساعد جهاز الفني متكامل أنا قلت المرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي بيجي لنا جهاز فني متكامل في كافة الجوانب اللي بنتكلم عليها مثلا الجهاز النهاردة فيه حوالي ست مدربين أجانب فيه جوانب مختلفة سوارش مليون في المية مليون في مفوجة نظر الشخصية لا يمكن تقييمه في وقت الحالي ليه ببساطة ببساطة فيه قرار إداري من الجهاز الكورة ومن إدارة النادي الأهلي هتدي النجوم راحة لغاية نهاية الموسم لأنه فعلا تم استهلاقهم فيه خلال الفترة الماضية وبالتالي الراجل بيشتغل على الأوراق متاحة له كمان بنتكلم على مدير فني ربما يكون خبرته به الكورة الأفريقية قبل كده ما كانتش كامل لكن الراجل الغاية دلوقتي هو أنا وجهة نظر الشخصية بيحاول يحط إيده على بعض الأمور السلبية في الفريق وبيحاول صلاح مثلا زي الشرك الدفاعي بدخول بعض العناصر الشابة مع بعض الأفكار اللي بيطبقها سوارش في المباريات جعلت النادي الأهلي يصل إلى المباراة الستة وشوت قدام نادي الزمالك منذ التحول طريقة ثلاثة أربعة ثلاثة كلينشيت أي أن كان اسمه نافذ أجيد طبعا 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 الأداء كمجمل في المباريات ما وصلناش للأداء اللي احنا ممكن نقول ان احنا راضين عنه ولكن برضو لازم نقول كمة صريحة كواليتي اللعيبة اللي بتلعب بيها حاليا بتقدرش تحطهم في مقارنة بكواليتي اللعيبة الأساسية يعني ده أصلا أمر ظالم لللاعب الصغير وأمر مكحف لللاعب الكلاس ايه اللي عندك يا بس ما اجيقول مثلا نهاردة عمر السلية هو اللاعب رقم 8 الأساسي في النادي الآن لما أحط محمد فخري في مقارنة مع عمر السلية أنا ضمرت محمد فخري تماما لإنه أحطه تحت ضغط شديد جدا 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 وهو لسه بيحاول بيحاول يعني يرسم فريم لنفسه فبالتالي في وقت الحالي بكل أنا بقول له هو بكل أمان يجب التقليل من التحليل أهو أنا ربما أكون شغلانتي محلل لكن بكل أنا بقول له بكل صراحة يجب التقليل من التحليل الفني في الوقت الحالي لفريقنا ليه؟ لأن الفريق حاليا حاليا بيلعب على بيلعب على جزئات بسيطة بكل أمان نحن نلعب على جزئات بسيطة جدا يعني محدش يظن أن هذا الشكل اللي انت شايفه على الرغم من المجموعة اللي موجودة كلها تقريبا لعبة ولعبة دولية معظمهم وبرضو طلعين من الناشئين نادي الأهلي بهم برضو بالنسبة لك بس ما فيه شغل اتنين أساسيين بس يا كابتان إسلام يعني عبد المنعم وديانج بس ديانج ريح خلاص وديانج ريح ما بقى شغل عبد الأساسي الأساسي في النادي الأهلي اللي هو بيلعب بصفة مستمر فالراجل ما ينفعش نحكم عليه لا يا مش كده كمان يا لو تنظر لها للجانب الإيجابي تبص للمجموعة دي نهي أنا ده فرصة ده أنا 15-15 ماتش ألعبهم بس مردك بس من المجموعة دي عشان تلعب مع بعضها ماخراب في النقطة مهمة تانية غير الفنيات الكيميا ما بين المجموعة دي مع بعض فيما لعبوا حاجة طبعا يعني يعني أفضل عارفين بالنقطة اللي بتكلم فيها دي مش هوم الشرط أنا حطيت 11 اللعيب مع بعض يبقى هاي بوك لا لأ طبعا ربما حركة أحمد غير حركة كريم مش متطبعين على بعض يعني فيه مجموعة من اللعيبة بصراحة بتحتاج وقت عشان تقدر تتكيف فيه أسلوب اللعب بصراحة برضو أقولها بكل صراحة فيه بقى إحنا حاليا فضل تقييم فيه بعض اللاعبين بيتم تقييمهم لمعرفة إذا ما كانوا هيبقوا جادرين بارتداء قميص النادي الأهلي في الموسم الجديد أو لا بس إحنا الناس بتاخد الفرصة هي لغاية 38 عشان إذا بعض الأسماء ما لقيتش نفسها في قائمة الموسم الجديد أو تم وضعها على قائمة الانتظار أو حتى تم عرضها لمبادلات أو بيع يبقى خلاص يا جماعة هاشنا أنه بقى فير أنتو خدتوا فرصة لأن برضو فكرة القدم آه فكرة القدم وكل أمانة فيه مساحة لللاعب لإثبات نفسه بعيدا عن الفنيات وبعيدا عن تعليمات المدير الفني منها مثلا بلعب روح بلعب بقاتل في الملعب في بعض الحاجات إحنا بصراحة في وقت الحالي ما بنشوفهاش من بعض اللاعبين اللي طلبوا على مرار شهور أن هم يشاركوا في بعض اللعيبة بيجي لها فرص وانفراضات بالمرمى عايز يحط الكرة تشيب طب ما هو مع كامل احترامي ده يعني أنا لو قاعد على الدكة قطع على الأرض الأول ده لازم قطع الشبكة لما كرة جيلي وبعد كده بحطها باللس وبعد كده بقعمل اللي أنا عايزه لكن بصراحة كامل بصراحة كامل بصراحة كامل بإسلام طيب وانت قابل تتفرج على مطش الأهلي والمخص شفت راكلة الجزاء راكلة الجزاء ولا لأ بصراحة طبعا مليون مئة راكلة الجزاء نعرف الرد نفس راكلة الجزاء فكرتني بمباراة الأهلي والرجاء اللي كانت هنا أوكي اللي قال لك جات في ريكوبيت اه 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 بالضبط اه في اليد يا جماعة القانون في حاجة اسمها الوضع التشريحي والسيسة ده الوضع التشريحي الاناتوميكالبوزيشن بتاع اللاعب يعني فانت لما تعمل ايدك كده لما بترفع ايدك كده خلاص انت كده اليد كبرت حجم الجسم حتى بقى لو خبطت اه بص حدك نفس لعبة ضربة الجزاء بالضبط اه اللي هم عادي في ماتش الرجاء اللي على اليمين دي في ماتش الرجاء اللي هي ايمن اشرف قاعد يقول لك قصلا خبطت في رجل لا يا جماعة طالما خبطت في ايد والايد الوضع التشريح بتاع الجسم ايه ان الايد بتكون جنب الجسم طالما الايد كده الايد ممدودة ده ما فيش فيها نقاش كون بقى ان فيه بعض الناس طبعا بنحترم جماعة القراءة بس دي ما فيهش قراءة يا جماعة يعني انا مش شاف دي فيها قراءة يعني الناس هي الناس مستقسرة مستقسرة على الاهلي ان الاهلي بيتحسب له ضربات الجزاء وإحنا اصلا تحصيل حزن الحمد لله وشكر لله يعني لو لا لكن هو كان مبارح من بعد المباراة لغاية مبارح ولغاية لما الحمد لله طلعت كان فيه اتجاه انه ياخدوا الناس لإيه والله انه الاهلي بيكسب بصوا اه الاهلي بيكسب عشان يداروا على الموسم عشان الله ينور عليك عشان ده لعا اللي بيحصل لكن الحمد لله وقفت السوشال ميديا الاهلاوي وقفت قناة الاهلي اعتقد ان هي فرقت كتير جدا جدا وده الكلام اللي كان كريم بيقوله من شوية او اللي انت كنت بتقوله اقصد اللي هو يجب ان يكون هناك دعم خلال الفترة اللي جاية من السوشال ميديا الاهلاوي والقنوات الرسمية للنادي الاهلي الاعلامية ان انت تطلع تدافع عن هذا الرجل لانه مش تدافع عن هذا الرجل ولكن تقف مع الرجل لانه بالفعل ما اشتغلش الغاية دلوقتي فهي رجل الجزاء الغريب كمان في حتة ضربة الجزاء دي الحكم وقال فرحان وقف دي او نص احنا حاسبينها وقف دي او نص عشان يحسب يا جماعة مهباين انت محتاج ايه يعني انت مش عارف والله وقف دي او نص وده لانا قلته ان الرجل خلاتم برجع اعترض على هذا الامر حداك قلت تقريبا قال ان لازم تبقى 30 ثانية لديها في الانترو هو قلت هو عايز يعني يصل ل30 ثانية بس طبعا 30 ثانية برضو انا بشوف ان هي اه ممكن تبقى واضحة حاجات واضحة زي دي ماشي لكن يعني ممكن توصل ل45 ثانية 50 ثانية بتاع لكن 6 دقايق يعني احنا مرة وقفنا على البار 6 دقايق في ممارات الاهلي رجعوها من قبل بنسويف يعني عارف من زمان رجعوها من ايام اياما كنت انا بعلعب يعني اللعبة نفسها رجعوها من اياما كان الواحد بيلعب في الالفنات الماتش اللي كسبنا فيه 2 واحد تقريبا علي شفاكر كان ماتش ايه اه محل اعتقد او امبي امبي حاجة كده فضل واقف 6 دقايق او 5 دقايق و 38 ثانية طب يا جماعة 5 دقايق و 38 ثانية ده انا عايزة سخن تاني لو انا لعب في الملعب انا عايزة سخن تاني وبعدين الحكم الساحة نفسه مش محتاجة ان انت تعمل لغة ماهباينة من الاول يعني مش محتاجة تروح للفار اصلا في مباراة مثلا انا الثاني يوم الزمالك كابتن محمد عادل زي ملكه كان بيلاعب اسماعيلي اسماعيلي في الكاز ما مرجعش الفار قال له اه ايد معا الكورة هو حسابها هو حسابها والفار ايد يمكن بقى في مباراة الاهلي هو حسابها والفار ما ايدش او قال له روح شوفها عشان كده طلع شوفها لا او اكيد يا كابتن السلام ان في حالة من القلق عند الحكام في الفتح لانهم عايز مش عايزيني غلطه ده شعور جاي سبب ايه بقى الثوابق لا وبسبب وجود كلها تنبال طبعا 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 وهو اكويس او ان الرجل فعن شاف الاخطاء وعايز العبادة بس عايز عامل مقارنة بسيطة فماتش مبرشلون هل هي كانوا في الاسبوع الاول في الدولة اسبانية في كرة في الشوت الاول جات اعتقد هدف من تسلل كرة تسلل الحاكم بص للمساعد ومساعد هو حسب هو شايف الكرة تسلل ومدش حتى ان انا ما ارفعش وكرة تخش الجون ونلجأ نشوفها من الفاشا نتأكد الحاكم احط ايده كده على السماعة انا بحسب والله ما عدينا 15 ثانية الفار شاف الكرة بالسيستم وقال له ايوها الكرة تسلل المخرج عاد الكرة طبعا ربما نشوفناها من الطبيعي ان هي جون بس لما عاد افصاعد طيب احنا ليه بنقض ليه ما بنعملش جد تلات اربعة دقيقة ايه بجد انا اسمها الكابتن سامير عثمان والله بجد تكتل ليه عشان الكاتل الشاي ده يعني الفيشة بتاعت الكاراة الفيشة بتاعت الكاتل هل ده لو جد لو ده سيقولها على سبيل الهزار كابتن سامير يعني في حاجة زي دي وعلى التلفزيون ورجع على كده تاني هل ده طبيعي الكابتن سيد مراد فاستقلته او اقلت اياني وفي تصرحات قالها قال ان هو تظلم هو شايف ان الوضع الطبيعي والاجواء غير صحية فهو شايف ان هو ما ينفعش يشتغل في الوضع الحالي كل همانة يتلع الكابتن سيد هو زميله يعني الكلامته زمان مع بعض احنا مش حكام صابقين ولا شيء حكام واصدقاء مع بعض صديقك وزميلك في المجال طلع قال ان الحكام بتوعك ان انت كنت هو مسؤول عن حكام الفار كانوا بيشيلوا الفيشة عشان هم عايزين شحنا مش حنا خالص ولا اهلي مش عامل كده ده هو كان شيء احمر وشيء اخضر ما نعرفش على حسب لو انت عايز تخسس تخسس ولا حاجة في نقطتين كمان نقطة انت كلمت في موضوع برشلون هم كمان استحدثوا كريم خاصية جديدة ان دلوقتي دي حلقة عادنا في اربع داية ونص اربع داية ونص اربع داية من اربع داية لأربع داية ونص استحدثوا دلوقتي في الدورة الاسباني في المرشاط في اول جولة بقوا بيعملوا ويندو اتنين ويندو الحكم حتى لو اللعبة خلاص يعني لعبة مشكوك فيها ضرب الجزاء والحكم ما حسبهاش الويندو بيجيب لك بيراجع عشان الفير يراجع في المباشر والويندو التاني بيكمل اللعبة عشان كده الكرار بقى بسرعة فده يا ريت نشوفها هنا لا او حاجة تلين عايزة في حاجة بده او في حاجة اسمها ان الحكم بتاع الفار بيرسم خطة تسامل بايده لا الجد والله انا حدوده دي مهم اوي عايزيني علافة للجد والله انا معلابش ايضا انا معلابش ايضا بيقول برسمها لان احنا ما عندناش الجهاز اللي بيرسم ما عندناش اللي هو الاوتوماتيك يعني هو كابتن محمود عشوني هو قال ان هو حط النقطوتين صح ماكملش ايه اللي حصل بعد كده هما بيستخدموا برنامج الرسام يعني هما بيحطوا برنامج الرسام بجد والله بيحطوا برسموا الجهاز غالي يعني الجهاز بتاع امكانية الخط ده فما نجيبوش فليستخدم برنامج الرسام انت تتكلم بجد والله 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 انا سألت حكم كتير جدا بيرسموا الخط ده بأيديهم مش بتقنية انا معنديش فكرة فانا على فكرة انا بهزر مين يمحتاج بقى حماية فعلا بجد والله اللي محتاج حماية خالي كلاتنبرغ اه طبعا احنا بلقى احنا كنت اعمل حلقة على كيفية حماية كلاتنبرغ او الله هو اللي محتاج الحكام خايفة منه الحكام نفسها خايفة منه فممشيها نفسها كويس لا 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 سأنا يا سابت لا 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 انت عارف تجربة كلاتنبرغ بإذن واحد احد ان شاء الله تنجح التجربة دي لو نجحت معاناها ايه بعض الاسماء الحكام في مصر اللي هما مشيقود على الكرسي ده خلي بقى انتكلم بصراحة اه طبعا اه طبعا في بعض الاسماء ما يحبوش نكلاتنبرغ ينجح ليه؟ انك هتقفل الحتة دي عليهم المعارضة هتبقى ازمة اه طبعا هتبقى ازمة ايوه احنا الوقت ما بيتكلمش في مصلحة هبنتكلم في مصلحة شخصية انا مصلحتنا فيه الراجل ده النهاردة لو نجح حتى برضو انا ما فهمتش الكابتن سالواتسويلم سالواتسويلم العميد سالواتسويلم لما طلع عالق انا مش موافق انا اسف مع كامل احترامي تم مفروض ليك منصب النهاردة لا ما ينفعش تبدي رأيك اصلا حتى وليك رأي فاش تبديه ليه؟ انت بدأك رأيك في نفس المنظومة مثلا يعني انت في نفس المؤسسة معاك تبتبدي رأيك ضد زميل ليك تم انتكيم ممكن تعمل حملة عليه الراجل النهاردة احنا شايفين ان احنا محتاجين دم جديد وحاجة جديدة تخلص عليه الموسمين مفيش مشكلة خلاص بتحسن لكن عايزين بقى بجد بجد من السنة الجاية نبدأ بشكل مختلف وكنت اتمنى والله اتمنى فعلا مع بعض التعديلات والقرارات اخذت اتحد الكورة كنت اتمنى فعلا ان السنة الجاية بقى فيه شكل مختلف للمسابقة بس هم قالوا ان الاندامة وافقتش انا كنت عمصة شخصي اتمنى بصراحة وانا كنت اتمنى لكن طيب بما اننا بنتكلم عن التحكيم حكم الساحة بكرة كابتن محمد الصباحي حكم مساعد كابتن احمد نوفل حكم مساعد كابتن عمر فتحي حكم رابع كابتن عمر عياد حكم فيديو كابتن مصطفى الشهدي معرفوا يعني ما عنديش فكرة عن اسمه كابتن هاني خيري حكم فيديو مساعد اتمنى لهم التوفيه يعني طبعا بقى لهم اسامي بقى لها جديدة بقى لها فترة يعني فيديو تحديدا نخلي بالحضراتكم وماتش صعب بكرة وماتش صعب طبعا استرمي كامبني طبعا استرمي لازم يكسب عايز يكسب بأي طريقة استرمي كامبني استرمي كامبني عنده اهلي وزمالك واسماعيلي وفيوتشر على ما تذكر يعني الاربعة خمسة الأولى حتى لو استعرضنا الترتيب الجادول هنلاقي يعني انهم محتاجين يكسبوا بكرة عشان يعوضوا في الدوري ومشيين بشكل كويس بصراحة فرقة محترمة استرمي كامبني وجود رافط خليل رافط خليل واحد من المكاسب كل المجموعة اللي عندنا الحقيقة كلهم مجموعة جيدة ونتمنى لهم يا رب التوفيق خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل هنشوف بقى على الشاشة حيقولونا ايه كريم سعيد وإحمد سابت اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين هنشوف مباراة بكرة من وجهة نظر أحمد سابت وكريم سعيد فضل يا أحمد طبعاً سوارش يعني في بعض الأفكار اللي بنحاول يعني نبين ان الراجل نوعاً ما عنده بعض الأفكار اللي هو عايز يطبقها يعني كونت اعتورين أفكار الأهلي؟ يعني بعض الحاجات كده الخفيفة خفيفة ماشي ببعيد كده اه ماشي ادي ثلاثة مثلاً النادي الأهلي بقى بيلعب بثلاثة اثنين خمسة زي ما بتكلم دايماً ان الخمسة اللي قدامهم اللي هي ايه انت عايز تملي الخمس ممرات اللي قدام ده الناس مثلاً بتقول لس للأهلي يعني البعض مثلاً ممكن يقولك الأهلي انا مش شايفين لاعبة مش شايفين اه في بعض الأداء لسه مش حلو الأداء نتفق مع الناس طبعاً ان الأداء مش حلو لسه بس في بعض الأفكار اللي الراجل بيحاول يطبقها ممكن تكون لسه جودة اللعيبة لسه الإصابات الموجودة الفريق الأساسي مش موجود لسه الصفقات الجديدة لما تيجي بس في بعض الحاجات اللي ممكن نستنتجها كده وانت بتحل الأداء النادي الأهلي تشوفها يعني مثلاً نشوف محمد فخري اهو ادي الخمس ممرات اللي هو مثلاً كريم فؤاد طاير اللي قدام فتح عرض الملعب الناحية الثانية محمد هنا اهو طاير اللي قدام فتح عرض الملعب وعندك زياد طاري واحمد سيد غريب وميكو سوني التلاتة دول مليون الايه الممرات الداخلية نكمل اللعبة بص هتلاقي ان هو دايماً يعني التبادل الأدوار ما بين الظاهير وما بين الجناح ما بين ميكو سوني وما بين كريم فؤاد طبعاً الجودة القرار بتاع اللعيبة هو اللي لسه مش أحسن حاجة هو السبب في اللي مخلي الأداء بالشكل ده ان احنا كمان ما بنجيبش جون من بدري فالدنيا بتتقزم تمام بص فخري ادي الاليو ديانج الاليو ديانج بلعبها برضو الفخري ايو ليه زياد طارق هنا بص هنكمل ده الشكل برضو ايه عملية تجمية اللعبة دايماً بيبقى النادي الأهل بيجمع في اللعب وعايزين النحية التانية ده يعني بعض الملامح اللي هو الراجل بيحاول يطبقه في طريقة بص هنا هنا مين اللي داخل لجوه ارجع ورا صنق مين اللي داخل لجوه ده كريم فؤاد اللي هو على الورق الظاهر الايصر ومين اللي فاتح برا اللي هو الجناح الوينج دي عملية تبادل الأدوار يعني كريم فؤاد مفروض على الورق ده بنسميه ان الظاهر داخل لجوه بيعمل عملية الخلخلة المشهور بقى جداً علي معلول وهنا كريم فؤاد بيطبقه كريم فؤاد داخل لجوه ايه بص كمل كريم فؤاد داخل لجوه ويلعبها الميكسوني هنا بقى القرار بتاع ميكسوني الاستلام بتاعه ما كانش جيد الاستلام قدى ان هو يبعد والقرار بتاعه تنفيذ انهاء الهجمة دي اعتقد ان دي كان الكورة سهلة جداً انها تيجي هدف ولكن هنا قرار اللاعب اللامسة الاخيرة بتاع اللاعب واستلامته للكورة هو اللي قدى ان الكورة ضيئة لكن فيه فكر فيه حاجة نوعاً ما عايزة يعني بينة ان هي ممكن نطبقها او فيه حاجة عايزين نطبقها تعال نتفرج برضو على حتة تجميع اللاعب اللي هو الراجل برضو بيحاول يطبقها حتة المثلثات الكريم اللي انت كنت عايز تتكلم فيها اللي هو فخري وميكسوني هذه المثلثات موجودة نرجع بس ثلاث ثواني طبعاً ده مش مش تقليق خالص من محمد فخري او حتى او نقض لكن نرجع كده نشوف محمد فخري خد قرار ان هو يروح للزحمة لما لقى الدنيا زحمة راح لافف بس اخلي بالك الراجل اللي مش اقول له لا لا مش قصد لا نرجع كده معلش نرجع سنة كمان نرجع لا ارجع 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 كمان قبل الاتة بص بيقول له ايه ارجع ايوة بالزبط العب بقى كده اعمل بلاي اشتغل اللعب بص هنا محمد فخري خد قرار بالزبط هنا بقى دي هو اخده اخر اللعبة ويخلى كمان الضغط يزيد على اللعبة وهنا اتفق معاك في حتة الناس بقى هنا ناس تصبر على اللعبة في القرارات ان انت لا تتخيل ان اللعب صغير في السن ده هيديك القرار الامسل في المباراة الحالية بص جمعنا اللعبة فين عجبها الشمال اتحولت هنا هاني اخد القرار وبعض تحركات احمد سيد غريب كان مفروض يتحرك بشكل افضل من كده فهنا القرار في اللامسة الاخيرة بس فيه فكرة فيه حاجة اه طبعا حاجة بداية الدنيا متسودة يعني فاهم ادي ميكوسوني هوا ميكوسوني بيلعب لبرضه الفخري نفس الفكرة بتجمع اللعب هنا بص بلعبها المين لهاني طبعا القرار بتاع هاني في الاخر اللي مش حل وحش نفس برضه قرار ميكوسوني في اللعبة ولكن انت فيه نوعا ما اللي بتكلم فيه ان في بعض الافكار هاي اللي احنا بدأنا نلحظها حتى لو الاداء مش حل اه الاداء مش حل ولكن بنتكلم ان لسه جودة اللعبة والقرارات النهائية هي اللي نفرق معنا والهدف المبكرة كريم ازود بقى لكلامك احنا ممكن نجيب الكليب بتاع الهجمات المرتدة اللي علينا ونشوف ازاي النهاردة النادي الاهلي بيتعامل مع الهجمات المرتدة باسلوب مختلف عن قبل كده لما كان النهاردة الاهلي كان بيلعب اربعة فيه الخلف ونشوف الهجمات المرتدة وتعاملنا معها بص نقف ستوب هنا نستوب هنا ببساطة هنشوف ان الهجمة الى حد ما ممكن نعتبرها تلاتة على تلاتة وبالتالي يبقى فيه مصدر خطورة كبير على النادي الاهلي يا كابت اسلام لو نفتكر الفترة يعني ما قبل سوارش وحتى في الفترة الاخيرة من بيتسو موسيماني الهجمات دي كابت تروح علينا انفراضات وهو بنسبة كبيرة كابتخش فينا اهداف تمركز لعبة الاهلي والعودة بسرعة للارتداد الدفاعي شكل جيد دي هجمة تانية برضو في المباراة ارتدت علينا بهجمة مرتدة لحد ما نفس عدد المهاجمين يقارب نفس عدد المدافعين نشوف تصرف لعبة النادي الاهلي وازاي بيحاول على قد ما يقدر انه يغلق مساحة التمرير قدام الخصم وانه ما يحاولش الهجمة دي مساعد فيها الطريقة ان احنا نرجعنا نلعب بتهاته في الخلف وكمان قرار اللعبة في الدفاع هو ده اللي احنا بنقول ان النادي الاهلي للمباراة ستاعة التوالي بقالنا فترة ما قعدناش كلينش يبص هنا برضو نفس الكورة محمد فخري قدر يرجع ويقف من تحت التمرير وطبعا مساعد ان فيه واحد زيادة في الدفاع مغطي با احنا نبني اتكلم على حاجتين بنتكلم على ان الطريقة طبعا اختيار الفورميشن نفسه وتوزيع اللعبة في الملعب مهم لينا في الوقت الحالي ان احنا نبقي على طريقة تاتة اربعة تاتة وكمان دخول الناشئين ادانا سرعة في منتصف الملعب ربما ما كناش شايفين هذا الامر لما كنا نعتمدين على اللعبة الكبار المجهدين وعايز بس اضيف حاجة اخير انا مش هاخد حالات تانية ان المشاهد وهو بالفرعة مباراة مليون في المية طول ما مباراة صفر صفر نظرتك وحكمك على اللعبة مختلف تماما لو نفس اللعبة دي احرزوا هدفين في او نفس ساعة انت حكمك عليهم هيختلف ده مش تحليل حكمك هيختلف تماما ليه لان انت منتظ انك عايز تتفرج على الاهل وهو كسبان وضامن المكسب سواء في ماتش دوري او ماتش كاس لكن المطلوب لا الحالتين اللي جابهم احمد فعلا بيبينه ان المدير الفني عنده بعض الافكار اللي خلخلت الدفاع المنفسين انت بتشوفش ده ان انت شايف بلقات انت بتجمعش انت عايز بس تشوف اللطة طاعت الهدف لا ان الاهل فيه شوية شغل بس احنا محتاجين نصبر ومحتاجين كمان ما نحكمش على الشكل ده بكوارة اللعبة الموجود لان اكيد كوارة اللعبة مختلفة هيدي شكل افضل بس واردوا ان الناس طبعا اكيد من حقها تزعل لان المقصة اعتبر فريق مش قوي صح صح مش مختلفة الحالة معانا بقى تفضل خمسة اتنين تلاتة دي يعني الطريقة اللي كريم كان بيتكلم فيها ان احنا في الحالة الدفاعية بقنا خمسة اتنين تلاتة ادي الخمسة واردوا طبعا بارتداد الباكين فالتلاتة اربعة تلاتة اللي احنا بنشوفها بتتحول ليه لخمسة اتنين تلاتة اليو ديانج ومحمد فاخري وقدام التلاتة اللي قدام فدي ده شكل الاهل في الحالة الدفاعية بعد كده معانا لعبة ضربة الجزاء احنا حسبنا الوقت لو حسبنا الوقت لا ما تعرف تعمل راكلة الجزاء اللي انا كنت اعرفها زمان تلاتة خمسة اتنين هي اتغارت بقت خمسة اتنين تلاتة هو مع ريكاردو سوارش بيحاولي يطبقها الخمسة اتنين ارتكاس ثلاثة اتغارت في ضربة الجزاء دي بقولنش اهم حاجة بص 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 ان اللاعب حلف تلاتين يمين انها مجاتش في ايدو بص 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 كابتن اسلام داخل الطايمر ده شغال على الهوة كل ده كل ده الحكم بيبص بيشوف اذا كان اللعبة ضربة جزاء واللعبة بينة جدا يا رب قولك اللعب نفسه حلف تلاتين يمين يا رب قولك اللعبة بينة يعني انت كل ده بتشوف ايه انت بص بقاله اتنين وعشرين سنة تلاتة وعشرين لسه بنكمل كل ده احنا حاسبين ده بس وقت الفار يعني ده وقت اللي هو وقف قدام الشاشة بص انا هممشين حاسبينها بالطايمر بص كل ده بتعدي بص انا حساسي او مش عزيغلق هو خايف مش عزيغلق اه 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 ممكن انه بعدين طلبة يعني يا سهل اه انت خايف من ايه يعني يا سهل اه يعني بس كويس انه حاسبت على رأيك صحيح كويس انه اتحاسبت ما نشوف كابتن محمد صباحي بكرة وكابتن مصطفى شهدي شهدي هيعمله ايه بكرة حكم الفار كابتن مصطفى انا اقول مرة اسمع ان شاء الله يبقى كويس الفترة اللي بعد كده ونتمنى ان شاء الله انه يكون الفار على كل الاندية مش على النادي الالي بس يعني بشكرك جدا يا احمد على وجودك معنا شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معنا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا غدا ان شاء الله زي ما حضراتكم عارفين ساعتين ما قبل بداية مباراة النادي الالي واستن الكمبني على الهواء مباشرة مع كابتن ايمن شوقي حيكون مع حضراتكم علشان يوصف لحضراتكم الساعتين ما قبل بداية المباراة انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله اشوف حضراتكم على خير